السلام عليكم وبركاته و اهلا بكم النهاردة سنتحدث عن دور التحقيق للبيانات باستخدام ادوات مايكروسوفت ذاكية في الحقيقة هذا ليس فيديو جديد لكن هذا تجميع لمجموعة الفيديوهات مجموعة الفيديوهات التي سنتحدث عنها هي المحاضرة الاولى من الدورة التي سنتحدث عنها بمعنى ان انا نزلت حوالي 7 اجزاء للمحاضرة الاولى وده الفيديو التجميعي للسبع اجزاء وهم كلهم مع بعض السبع اجزاء دول بيكونوا المحاضرة الاولى من دورة تحليل البيانات باستخدام ادوات مايكروسوفت الذاكية طيب ايه حكاية المحاضرة دي او الدورة دي الدورة دي اتعاملت لاحد الشركات كانت دورة اونلاين وتم تسجيلها وقررت ان انا انزلها مجزئة على اليوتيوب طيب المحاضرة الاولى مدتها قد ايه مدتها حوالي ساعتين ونصف فبتنزل مجزئة وبعد كده انا بحب اجمع الاجزاء دي لان في ناس بتحب تتفرج على الفيديو مرة واحدة طيب قبل ما سيبكوا مع الفيديو السبع اجزاء مع بعض دورة دي بتتكلم عن ايه الاول وبعد كده نسيبكوا مع الفيديو الاول الدورة دي مقسمة الى سبع وحدات يعني اتناشر محاضرة بس سبع وحدات ففي بعض الوحدات بتاخد اكتر المحاضرة الوحدة الاولى هي المقدمة ودي محاضرة واحدة اللي هي موجودة النهاردة يعني موجودة في نفس الفيديو ده هتشوفها بعد المقدمة اللي انا بتكلم فيها دي بعد كده الوحدة التانية بتتكلم عن الـ Power Query ودي مدتها محاضرتين يعني في محاضرتين كاملين بيتكلموا عن الـ Power Query وتقريباً غطينا معظم جوانب الـ Power Query اللي تخليك فعلاً عندك معلومات خوية جداً تساعدك في شغلك بخصوص الـ Power Query الوحدة التالتة بتكلم فيها على الـ Power Pivot ونموذج البيانات وفيها موضوعات كويسة جداً موضوعات تفهمك اصلاً ايه موضوع نموذج البيانات وموضوع الـ Power Pivot وبيجي ازاي وبتشغله ازاي وكل الكلام الظريف ده وبعد كده الوحدة الرابعة بتركزها اكتر على موضوع الـ DAX الوحدة الخامسة بتتكلم على المخاططات وروحات المعلومات داخل الـ Excel ازاي تعمل داشبورد او لوحة معلومات جوهة الـ Excel لوحة معلومات تفاعلية او غيب تفاعلية ودي ازاي بتشتغل ودي ازاي بتشتغل الوحدة ستة بنتكلم على الـ Power BI Desktop فبناخد مقدمة كويسة جداً على الـ Power BI وازاي بيشتغل والمخاططات التفاعلية موجودة في الـ Power BI والقصة دي كلها الوحدة السبعة برضو مكملين مع Power BI بس بتكلم على الـ Power BI Services او ازاي انشر التقيير بتاعي على الـ Cloud على الـ Power BI على الـ Power BI فزي ما انت شايف الدورة بتتكلم على تحليل البيانات من البداية خالص لغاية ما توصل لـ Power BI وانا اعتقد ان هي ممكن تاخدك في موضوعات كثير جداً او ممكن تقول ان هي شاملة دورة شاملة بشكل كبير بتاخدك من الـ Excel، Power Query، Power Pivot، معادلات واعمدة محتسبة داكس، Power BI، Power BI Services يعني موضوع شامل جداً لكن طبعاً يتطلب ان حركة يكون عندك معلومات جيدة عن الـ Excel وبعد كده تبني عليها الحاجات اللي هنتكلم فيها بعد كده بعض المعلومات بقى عشان حركة تبقى عارف اجمالي عادة المحاضرات في الدهور هي 12 محاضرة مدة المحاضرة حوالي من ساعتين إلى ساعتين ونص يعني بعد ان نتخلص الـ Edit بيصفي هي أصلاً محاضرة 3 ساعات لكن طبعاً بقى استراحات في النص فبتصفي على من ساعتين إلى ساعتين ونص طيب، المحاضرة من أول اثنين ولغاية 12 دي أنا مخصصها للمنتسبين ومش كل المنتسبين المنتسبين من فئة Serious Learners أنا عندي مستوين من الانتساب الأول اسمه Friend وده مش بيكون برضو مش متاح لي المحاضرات دي متاح بس للـ Serious Learners وده من أول محاضرة التانية المحاضرة الأولى دي موجودة للناس كلها لكل المشتركين وحتى الزوار لكن المحاضرات من اثنين ولغاية 12 ستكون متاحة بس للـ Serious Learners اللي هو المستوى التاني من مستويات الانتساب طيب، نحن بنشر محاضرات مجزئة الأولية من 10 إلى 20 دقيقة الجزء وبعد ذلك نجمعها كما عملنا في هذا الفيديو نشرنا الآن ونشر المحاضرات الثانية والثالثة المحاضرة الثانية موجودة بالكامل المحاضرة الثالثة نشرنا منها جزءين ودهون متاحين في الوقت الحالي لـ Serious Learners وبقية الأجزاء في المحاضرة الثالثة وكمان لغاية المحاضرة الثانية حيكونوا متاحين زي ما اتفقنا لـ Serious Learners واتفقنا كمان انهم حيكملوا ان شاء الله 12 محاضرة طبعاً هينزروا مجزئين مثلاً جزء تقريباً كل اسبوع ولما نخلص محاضرة كاملة هنجمعها برضو ونخليها متاحة لنفس مستوى العضوية أو مستوى الامتساب فده بس مقدمة سريعة على موضوع الدورة دي وموجودة فين والنظام اللي هننشر به الدورة ولو حبيت تكمل الـ 12 محاضرة اللي فضلين بعد المحاضرة دي فتحت الفيديو هتلاقي لينك اللينك ده لو رحتلو هتلاقي بقى ازاي موضوع الانتساب والعضوية والكلام ده ازاي بتعامل بالضبط ولو سمحت دور على لان هو ده اللي هيخلي عندك اكسس او هيكون متاح لك هذه الدورة من المحاضرة التانية وحتى المحاضرة الـ 12 ولكن الموجود منهم دلوقتي التانية والتالتة او التانية وجزء من التالتة متقريباً ان شاء الله كل اسبوع هينزل الجزء علشان ان شاء الله تكتمل 12 محاضرة تبعاً ويأسبكم مع المحاضرة الاولى واتمنى تكون مفيدة للجميع وشكراً جداً وبسم الله كده نبدأ مع بعض ناخد اليه اللي هي التدورة نحصل على تحليل بيانات باستخدام microsoft BI tools او business intelligence tool وهيالنهاردة المحاضرة الاولى ان شاء الله وحنتكلم فيها اعتبر مقدمة على الموضوع وحتى بتحديل بيانات هنعدي عليها كده بسرعة في عجالة سريعة إن شاء الله وبعد كده هنتكلم على حتة كده صغيرة إيه هي البروبر ديتا ساتس يعني شكل الديتا عشان نستخدمها في الاناليسيس يعمل إزاي والجزء الأخير وده هيكون يمكن أكبر حتة في النهاردة هو إيه البيفت تيبل كراش كورس هنحاول كده يعني البيفت تيبل ممكن يتشرح في أكتر من ساعة أو ساعتين بس أتليست هنحاول نمسك الحاجات الرئيسية اللي فيه ونأخد الناس كده بسرعة في الحاجات المهمة لأن البيفت تيبل هتكمل معنا لحد آخر الموضوع خالص فتعالى كده إيه بداية الموضوعات الديسكاشن إيه هو نقصد إيه بالإيه بالمايكروسوفت بي آي تولز طبعا الناس اللي عندها خبرات في الفاينانس أو اشتغلت في الفاينانس كلنا بنشتغل على الإكسل ويأخذنا الموضوع التاني إنه الإكسل صحيح من أهم الحاجات اللي حصلت في في آخر 30 سنة بالنسبة للقييد بتاع الفاينانس ولكن ستيل عنده وعنده حاجات بتخلي ناس حاسة بمشاكل أو مش قادة تعمل كل هي عايزة وأهمها مثلا إنه الإكسل أقصى حاجة ممكن يشتغل عليها مليون رو أنت عندك مليون صف من البيانات في الإكسل أكتر من كده الإكسل شيط مش هتكفي لو عايش تعمل حاجة أكبر من كده هتضطرنا تقسمها على كذا إكسل شيط وطبعا ده حد في حد ذاته يعني هيخلي الدنيا أصعب وهيخلي الإكسل شيط كبيرة جدا الحجم بتاعها ضخم جدا ومجرد أنك تعمل مثلا فلتر عليها محتاج تقف جنبها إيه خمس دقائق كتا تستناها لحد ما ربنا يكريم يعني الحاجة الثانية أن حتى لو أنت مستخدمتش المليون رو لو أنت بتتكلم في خمسين ستين ألف لاين بس معاهم شوية معادلات ومعاهم شوية فورماتينج عمل فورماتينج للنومبرز وعمل معادلات فطبعا البرفورمانس برضو هيبقى بشكل مش قد كده الحاجة الثانية حجم الفايل يبدأ يكبر 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 وطبعا مع كوبران حجم الفايل ده الأداء بتاع الإكسل كله بيبقى مش شغال بشكل كويس وبالتالي مثلا لو أنت بتشتغل عدية كبيرة بالحجم اللي هو زي بنقول مئة ألف لاين وانت طالع لو أنت مثلا بتشتغل بشكل شهري على البيانات أو بشكل ربع سنوي فأنت مش هتعرف أنك تكيب هستري على نفس الموضل هتضطر أن أنت يبقى عندك فايل سنة 2018 الربع الأول وبعدين 2018 الربع الثاني وهكذا وتيجي بعد كده يطلب منك بقى إيه حاجة تريبورت على حاجة هتلاقي أنت متعمل كمباريزنز وترينز وحاجات زي كده هتلاقي الموضوع لازم تفتح مجموعة كبيرة من الفايلات وتعمل بقى فايل سامري وتلينك من حاجات تانية وحاجات زي كده الحاجة التانية أن حتى الملتبل ريفرنسيز ما بين الإكسل يعني لما تبقى أنت عندك كونساديشن شيت مثلا كونساديتد وورك بوك وعملت لينك على فايلات كتير جدا هذا في حد ذاته يعرض الورك بوك نفسه ويعمل كراش وممكن لا يعملش خالص وممكن عفتريكوفر أو ما تعرفش أنت وحظك والحاجة التانية كمان أن الإكسل ما بيعرفش يمانيج relation between table مش زي database اللي عنده اللي عنده فكرة عن ال database عارف أن أنت ممكن يبقى عندك أكتر من table والtables دي ممكن تكون بينها relations وبناء على علاقاتنا بين هذه الجداول ممكن تعمل query وتعمل search query ال data دي وتطلع منها معلومات وتقارير وممكن تعمل حاجة كتير ده مش متاح في الإكسل طبعا يعني أقصى حاجة الناس أو مش متاح في الإكسل احنا عارفينه واتليست يعني أو اللي احنا إن شاء الله الـ Excel هنتكلم عنه وحيكون فيه الموضوع ده وحنشتغل فيه هنشتغل الفترات اللي جاية لكن لكن مثلا الـ Excel التقليدي الناس كلها ستتعلموا يمكن من الحاجات الـ Advanced في Pivot Table هنتكلم عنه النهاردة بيشتغل دائما على Flat File يعني Flat File يعني Two Dimensions بس ما عنده غير Two Dimensions عنده Column وعنده الraw وأي معلومة حضرتك عايز تضيفها على الـ Database بتاعتك اللي هي عبارة عن Table 1 لازم تكون في Column جديد على نفس Table يعني مثال بسيط كنا كيف نعمله مثلا عندك أكواد بتاعة أكاونت أو بتاعة Product أو بتاعة أي حاجة أو حتى لو HR بتاعة موظفين جايلك في Report وعايز تحولها إلى أسامي عايز تعمل الريبورت النهاية بأسامي أسامي الأكواد أسامي الحسابات أو أسامي الـ Products أو أسامي الـ Bany Admin عشان تعمل كده لازم تستخدم فونكشن مثل VLOOKUP مثلا وتروح تجيب الأسامي من Lookup Table تعمل VLOOKUP على Table وتروح تجيب الأسامي وتزود Column سموه Helper Column عشان بعد كده وانت بتعمل Pivot Table أو حتى لو تعمل SomeFs أو حاجة زي كده وتستخدم الـ Data من جوه OneFlat File طبعا ده تخيل كده مثلا أنت عندك 200,000 line مثلا ومضطر تزود عليهم مثلا 5 columns 5 columns جايين من Table تانية علشان تعمل Lookup فطبعا ده متخيل كأن مثلا أنت بتضعف الـ Data كم مرة فحجم الملف مثلا كان جايلك ابن حلال كده وصغير 5-6 ميجا يخرج من إيه حتى إيدك 20-30 ميجا وبيفتح بعفية العافية فطبعا أيه ده برضو من المشاكل اللي احنا بنواجهها كناس بشتغل على الـ Excel الحاجة الثانية Data Cleansing لا يوجد فايل يأتي لك سعلي 100% يجب يحتاج شوية توضيب إما يأتي لك محتاج تعمل حاجات زي Text Column محتاج تدليت حاجات تحتاج تعملها لازم عمرا يأتي لك 100% نظيف ويوزابل من أول لقطة فالـ Data Cleansing ده والتنظيف ده كل مرة يأتي لك الفايل يأتي لك تعمله ثاني رغم أن يكون نفس الخطوات هي هي وتلجأ لـ Copy وPaste بشكل كبير جدا بشكل عنيف وطبعا غير أنت تضيع وقت الخطأ وارد طبعا وممكن الواحد يفوت حاجة ينسى خطوة ويكتشفها بعد كده ويطرع ايد الشغل مرة واثنين وثلاثة وهكذا الحاجة الثانية أصلا Working مع Set Reference أصلا في حد ذاته بيعرك لفرصة كبيرة للخطأ وعلشان يبقى عندك موضل محترم وانت شغال على Excel Formulas لازم يكون عندك Check Points وعندك Audit and Control على الشيت بتاعتك بشكل مستمر يعني مثال مشهور مثلا ان انت والله كنت عامل سم عادية بتجمع column مثلا معين وبعدين جت شوية data جديدة او زودت شوية data وعملت Insert تحت table اللي انت شغال عليه فالسم بتاعتك نسيت تعمل لها Update صح مش بتحصل دي اكيب حصل لنا كلنا فنسيت update اللينك بتاعت الصم انها تقرأ الnew lines اللي جات جديدة وبالتالي طبعا التوتل بيطلع غلط ولو انت مش عامل كزا double check او كزا checkpoint مع حاجات تانية ولا بتاع ممكن العملية ما تبقاش ضريفة فبرضو ايه ده احد المشاكل اللي انا اعتقد كلنا بنواجهها في موضوع الExcel الحاجة التانية ان final report اللي بيطلع والvisuals والكلام ده لو حضرتك مثلا بتعمل report بشكل شهري او بشكل كل ربع سنة ف الvisuals والcharts والحاجات دي وحتى لو انت عامل table معظب وعمل فيه شوية formatting وبتاع الحاجات دي تقريبا هتعيدها كل مرة بتيجي تريبورت لانك بتشتغع عدية جديدة فتقريبا هترجع تعيدها كلها بالكامل وطبعا انا اعتقد ده برضو مش من الحاجات الظريفة طيب فده ياخدنا الى الحاجات اللي هنري نتكلم عنها عشان نتجنب بشكل المشاكل اللي ظهرت فيه اللي كان عنها في Excel limitation ياخدنا اربع حاجات اللي هننقاش هم في المرات الجاية واولهم القصة Power Query و بعدين في 2016 لما نزلوا Office 2016 شالوا منه كلمة Power Query و وضعوا مكانها كلمة Get and Transform لماذا مش عارف لكن هي عاملة زي كده ايه عندنا في شارع في مصر اسمه اه اسمه شارع اعتقد دلوقتي اسمه شارع شردجول عند حديقة الحيوان كده بس كل الناس بها شارع مراد بقاله 30 سنة نفس الحكاية كده هي ما نسموها Get and Transform بس كل الناس بتقول ايه Power Query مهما غيروا فيها هنفضل انقول برضو Power Query تمام ايه حكاية بقى ايه Power Query دي تعتبرها حاجة زي Data Machine Data Machine يعني ايه يعني الوظيفة السياح بتاعتها انها تاخد ال Data من مكان وتعمل عليها Transformation او تعمل شوية وبعد كده ايه اعمالية Load او يبقى فيه في الاخر المخرج النهائي ال Output النهائي اللي خارج من خط الانتاج ده عشان كده بيشبيوها بـ Data Machine طيب ايه ميزتها ميزتها You can analyze more data than can fit في ال Worksheet يعني موضوع المليون رو ده انساء خلص مليون 13 يعني مش عايز اقول لك 100 مليون عشان ما تفكرني بقى بالغ لكن هو فعلا ابت 100 مليون انت يمكن Work easily طبعا على Power Query يعني Power Query في ال Excel still كان دو 100 مليون بس Power بيعتبق احسن Power BI بتاعه احسن وبيشتغل على الresource بتاعك الكمبيوتر بتاعك بشكل افضل لكن still انت millions من ال Data على Excel باستخدام Power Query still ما تشتغل ما عندكش مشكلة الحاجة الثانية طبعا طالما انت قادة تشتغل على الكم ده يعني مش بس قادة تشتغل على الكم ده الفكرة في Power Query انها بتconnect على source data مش بتجيب source data جو الExcel file يعني دي برضو حاجة مهمة هي بتconnect على source data وبالتالي الExcel size نفسه بيكون صغير وبالتالي ده بيخلي الPerformance بتاع الExcel افضل بكتير فبالتالي برضو لو انت بتعمل Processing زي بنقول على ملايين روز او بتعمل عليها اي عمليات cleansing او اي حاجة فده بيخلي Processing Time طبعا compared بان انت عايز تعمل الكلام ده على normal Excel sheet او normal Excel environment اللي انت متعود انك تجيب data من اكتر من source والsource ده ممكن يكون large tables ممكن تبقى tables كبيرة ممكن تجيب data من كذا source زي كده وتقدر تطلع معلومات من كل tables دي وشيء عليها مع بعض واللي اكتر من كده كمان ان انها بتساعدك انك تعمل automation اللي كل اللي كنت عنه فوق ده بمعنى انت لو بتعمل data cleansing على data بتنظفها بتعمل reshaping بتاخد source معين بشكل معين كل الكلام ده الpower query بتحفظه عندها بتعرف steps انت عملتها وبتحفظه وانس نجدتها ديتها جديدة ما عنداش مشكلة خالص انها تعمل اعادة processing لنفس الخطوات دي بشكل تلقائي طبعا فيه ممكن تقولي طيب احنا ممكن نعمل الكلام ده باستخدام ال VBA وباستخدام الكلام ده والmacros اه طبعا اكيد ما فيه شك وفيه ناس محترفين طبعا في الموضوع ده لكن الظريف ان الpower query ما بتتطلب منك انك تكون راجل بتكتب code زي الموضوع بتاع ال VBA فانت الpower query وده هنشوف ان شاء الله موحلاتك جاية هيبقى فيه interface والانترفيس ده مجرد ان انت بتدوس على buttons وشوية drag and drop وبتعملك كل اللي انت عايز او خليلا نقول بتعمل 90% من اللي انت ممكن تكون محتاجه من غير ما تكون محتاج تكتب single line of code وده برضو انا معتبر حاجة مهمة جدا لانه من الصعوبات ال VBA ان انت لازم برضو تكون شوية واخد عليه training عنيف شوية وفاهم ازاي ال code يعمل الحاجة الاخيرة ان هي لو انت حركة تعمل على data model او power pivot وده هنت كلم عنه في السلاد الجاه على طول هو افضل طريقة ان 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 تلود ال data على data model هي power query بالعكس يعني data model نفسه هيكون فيه loaders بتاعته او connectors بتاعته بتتتت على data بس الافضل على الاطلاق ان انت تشتغل power query توضي ب data كلها وبعدين تروح تسلم ها ال data model وتكمل ال process والحاجات الحاجة اللي انا كنت عايز اقولها قبل من نقلب على الساعة الجاية ان ال power query is part integral part من power bi فانت لو تعلمت ال power query على excel زي اللي احنا هنعمله مع بعض الكام مرة جايين هيكون كمان تعلمت تقريبا tilt ال power bi الفرق الجوهري او الفرق الرئيسي هي موضوع multiple table relation دي في data model يعني ال query انت تقدر تبلند data من كذا source صحيح بمعنى ايه ان انا ممكن زي ما بعمل في excel زي باستخدم ال vlook up كده بروح اجيب معلومتين معلومة من table احط ها في table تاني ممكن يبقى عندي مثلا folder مليان txt files او مليان csv files ومحتاج اعمل append لل data كلها احط تحت بعض فالpower query ستعمل لك القصة دي تمام انما data model بيشتغل بشكل مختلف data model شبه database بيشتغل بيسيب كل data في كل table لواحده تمام وبيconnect ما بين tables بيعم relations ما بين tables فطبعا ده برضو فرق مش بسيط وطبعا انا ما عنديش technical background كرجل IT يعني او كده لكن بتبان في performance وبيتبان في حجم الملفات لما تكون انت بتربط بين اكتر من جدول يختلف تماما عن ان انت تجيب كل data اللي عايز داخل نفس الجدول بتعمل مضاعفة او بتكبر size وبتبط performance بشكل كبير الحاجة التانية هنقط عليها بسرعة يعني اروح لها بسرعة وحرجى على النقطة اللي قبليها اللي هو داكس داكس اللي فالأكسل دي الفونكشن سات الأكسل هي لغة برمجة بيسموها لغة سياغ يعني ما هيش بروبر يعني بروغرامنج كود بس هي عبارة عن سياغ نفس الكلام داكس معمولة علشان تشتغل مع data model ومعمولة ليه ليه ما ينفعش نشتغل بالأكسل فورمال العادية لانه زي ما قلت لك احنا هنشتغل على relations ولازم الفونكشن تكون فهمة relations بين tables والحاجة الثانية ان كمان ما فيش حاجة اسمها set reference جوه data model بمعنى ان انت لما بتعمل مثلا في الexcel equals sum a1 plus b1 مثلا فانت بتعرف فين set reference وتشتغل data model مفهوش data model زي data base زبار عن columns هو مش فاهم غير اسامي columns وانت بتشتغل بي فعشان كده functions دي غير دي ولكن في similarity يعني انت احنا شغالين هتلاقي ان sum function هنا هي هي اختها بتعمل نفس ده تعمله هنا هتلاقي count وmax وaver وحتلاقي حاجات كتيرة متشابهة فمش هتقلق قوي هتلاقي ايه ودي اعتقد موجودة يعني دي تقدر تنسحب على power query و data model الاثنين مع بعض وهي ان انت بتشتغل عديد only version من data بمعنى ايه ودي برضو احد الحاجات الظريفة جدا ان ان انت ممكن يتساف في مكان واحد وليكن مثلا لو احنا بيشتعل shared folder مثلا كلنا بيسموه g drive ولا بيسموه اي حاجة من الحاجات team sites ولا الحاجات دي و انا مثلا عمر مطلوب منه يconnect على data مثلا general ledger بتاع الشركة عشان يعمل report للمصروفات وفلان الفلاني هيconnect عشان يعمل report لإرادات وفلان هيعمل مش عارف ايه فممكن كلنا نسيب one version of the data single version of truth موجودة في مكان واحد وكلنا نconnect عليها ونعمل كل transformations اللي احنا عايزين نعمله ونطلع اي تقرير احنا عايزين نعمله وديت الاصلية محدش لمسها بالعكس كمان انه لو حصل update عليها ودي احد الحاجات بورده سعب بتعمل مشاكل لو انت شغال ان انت مثلا انا اخذت trial balance النهاردة واشتغلت عليه وعملت شوية analysis وبتاع او اي update حصل او اي حاجة حصلت في النص فبقى شايف هو حاجة وانا شايف حاجة تانية واحنا الاثنين نحلف على المصحف ان احنا الاثنين صح واحنا الاثنين صح فعلا بس ارقام في الاخر مش ضبطة مع بعض فده احد المزاين انت ممكن نحط ال data ال نconnect كلنا على نفس المكان ونعمل كل تقارير ونعمل كل تقارير و ال data الاصلي محد لماس الحاجة التانية ال custom calendars وال time intelligence function دي برضو مجموعة من functions جوه داكس ظريفة جدا بتخليك تقدر تتحرك قدام له والورا في ال time بحيث ان انت ممكن تعمل شوية analysis على يعني مثلا انك تشوف year over year او تشوف التغير من السن اللي فاتت او تشوف حاجات ترجع week over week month over month quarter over quarter الحاجات دي كلها برضو من الامكانيات الظريفة قوي اللي بتخلي قصة ان انت تحط مقارنات ما بين فترات بشكل اسهل جدا طالما data موجودة على data model وانت عارف ازا تعملها بال time intelligence functions والحاجة الاخيرة ان انت ال pivot table العادي اللي احنا نستعمله ده لما بيبقى based على data model طبعا بيكون امكانيات اكتر اللي انت ممكن تخلقها عن طريق موضوع داكس و measure started داكس لكن خلينا نقول حاجة ان في حاجات كتيرة ممكن تعملها في overlapping يعني انت ممكن تقول لي طب من الخطوة دي ممكن اكملها في power query مش محتاج عملها data model مع صحيح و depends بقى complex t و حجم data كل من موضوع less complex و data أصغر كل ما تعمل هنا ل رايحك لكن كل ما ستبقى more complex و كل ما ستجد حجم كبير كل ما ستجد نفسك محتاج تستخدم امكانيات الاثنين data model و power query طيب بقى نروح على power bi و ده كان بداية الحوار أو كان بداية القصة نعمل power bi power bi هو عبارة عن جزء منه تلت هو power query وتستخدمها بنفس استخدام الexcel بالضبط وتconnect على source ال data وبعد تعمل الـ data transformation وبعد كده تload على data model و لا لك حل تاني يجب على data model بتاع power bi اللي هو بالضبط نفس data model بتاع الexcel وعشان تعمل analysis على power bi فانت حالك محتاج تكون عارف dax ومحتاج تكون بتعمل measures بالdax لانه ده الحل الوحيد لانه حتى انا ممكن الpower query استخدمها في الexcel وبعد اخرج data على table او على excel شيء عادية واشتغل على شوية حيات على excel وبتاع لكن في حالة power bi فانت مقدمك شحل غير انك تخرج data على data model وتشتغل شوية dax وبعد كده تخرج الكلام ده على visuals بتاعت بقى طبعا مختلفة شوية بتاعت الexcel ولكن في الاخر مش بعيدة اوي عنها نفس الافكار ولكن الاختلاف ان هي interactive visuals وفي ها طبعا امكانيات اكتر بكتير وفي الاخر بيبقى المعلومات او الinformations اللي طالع او report اللي طالع في شكل dashboard interactive الزبون بقى ايه او end customer بتاع report يclick هنا يفلتر report كله يclick هنا يمش عارف يعمل ايه وطبعا بتبقى حاجة شكلها لا اللي تفرج يعني على حاجات على اه وطبعا حاجة ضريفة جدا وبتساعدك كمان ان انت في مساحة صغيرة تشوف كم كبير جدا من معلومات لان هي interactive فانت بتقدر تتغير الفلاتر وتغير التواريخ وتغير مثلا بتعمل segmented report فانقدر اشوف جوا نفس الpage اشوف مثلا كل segment ممكن اشوف كل region ممكن اشوف كل product يعني فبتدي لك امكانيات احسن طيب الpower bi برضو عبارة عن ايه power bi هو مش طبعا ده انا بحكي لك على ان انت محتاج تبقى عارف power query والdata model وكمان شوية بقى visual وزيت شغل visual بتاعتها فكده يبقى انت فهمت الpower bi بس ده جزء برضو كل ده قلت على بعضه still جزء من power bi لان ده ممكن تسميه power bi desktop اللي هو version اللي بتنزل على desktop بتاع الناس وينزل من الموقع Microsoft والناس كلها ممكن تنزل ببلاش 100% ببلاش وحتى الupdates والكلام ده كله من غير أي فيز لكن عشان انت شفت كل امكانيات فانت محتاج يبقى عندك بقى تستخدم power bi service هو بيقولك ان الpower bi عبار انت حاجات او حاجة منهم ال desktop اللي هنكلم عام دلوقتي اللي هو اللي في تعمل power query وتعمل data model وبعد كده تعمل visuals وكل الكلام ده والحاجة التانية online services اسمها power bi services ده عبار عن ان انت تقدر cloud service ممكن تحط عليها تعمل publish لل report بتاعك او publish للداشبورد بتاعك لازمته ايه لازمته sharing ان حضرتك انا راجل بعمل بشتغل في ال reporting بعمل report بتاعي بيخش المديرين وال management يخش على من اي مكان في الدنيا يخش على ال access طبعا اللي بيكون واخدينه يدخلوا على power bi service وتفرجوا على report وكمان في capability انك ممكن من power bi services نفسها ت add more data او تعدل في report او تغير في شكل dashboard والحاجة الثالثة ان انت ممكن تحط الكلام على mobile app سواء windows او windows او android تقدر تحط الكلام على mobile app وتتفرج على report instantly من mobile بدل ما تفتح من pc الكلام فكل على بعض اسم power bi اللي هو desktop اللي هو في زي ما قلنا power query وفي data model وفي visualization plus online service اللي هو موجود على power bi على cloud والحاجة الثالثة mobile app كل دول على بعض ممكن تسميهم power bi طبعا عشان يبقى عندك access على services او تبقى عندك access على mobile app لازم يكون عندك account وطبعا بيبقى ايه في نوعين تقريبا في كذا license يعني اقلهم اعتقد اسمها power bi pro دي اقلهم لو انا فاهم صح يعني وده اللي بتدي لك access ان انت ايه تعمل sharing على power bi service بس دي كانت المقدمة عن موضوع اول جزء يعني في محاضرة النهاردة المقدمة عن الموضوع الكورس والحاجات اللي احنا اتعرض لها واحنا ماشيين في خلال هذه الدورة الظريفة الموضوع اتكلم عنه طبعا ايه يعني انا عارف ساعات انا كنت تقول لناس يا جماعة tables tables يقول يا عم يعني ايه مالك يعني tables دي ايه موضوع هايف قوي يعني لين انت دايما تقول ان tables tables هو الحقيقة طبعا موضوع صغير مش كبير هنعتبر كده بنسخن بي بس انت هتفاجأ ان انت طول ما احنا ماشيين بيتكلم على موضوع tables ده فتعال ان نشوف ايه استخدامات ال excel tables طبعا انتم عارفين ال excel انا ممكن احط ال data بتاعتي store جوه range range اللي هو يبدأ من اسم ونشوف برضو كان نعمله مع بعض وممكن اخذ range ده وحول الى table يبقى ايه يبقى ده فحنا متكلم طب ليه ممكن اعمل بقى ايه موضوع excel table اول حاجة ودي ناس كلها عارفاها انه اول حاجة easy formatting ان انا بدل معه ده سطر ولون والله حضرتك انت تحول table بيدي لك على طول ready design والdesign ده كمان ممكن تختار منه وممكن تختار فيها زي ما انت عايز ممكن كمان تcustomize الشكل انت ايه نفسك فيه فدي اول الميزة الميزة التانية بيديك على طول automatic بدلا ما انت تعمله بإيدك بيديك sort button موجود فوق وفلتر button على طول يتفتح drop down بتاعت filter and sort من غير محضرتك ايه تطلبها من يعني جدعانة تمام الحاجة اللي بعد كده وحنشوف ها دلوقتي ضريفة جدا انت بتعمل auto freeze للهيدرز انت عشان تعمل auto freeze للهيدرز بتروح على window حاجة اسمها freeze panes وتختار من لحد فين التابل اللي مش بحتاج تعمل كده اول بالماوس لو قفتح على طرف الcolumn هتعرف تختاره كله ولو قفتح على طرف الro تعرف تختاره كله ولو قفتح على top corner بتاع التابل هتختار التابل بالكامل هتقول لي برضو يعني ما هياش حاجة رهيبة هقولك لا لو انت شغل قليلا كتير قوي ساعات الselection ده في حد ذات وانت لو عندك cross فاضية في النص بتبقى سخيفة جدا تقعد تجري بالماوس وتقعد تعمل shortcut بتاع الكيبورد اللي هو تقريبا control وshift و arrow down أو arrow right أو كده هيتطلع عينك وممكن ما تعرفش تثبتها من أول مرة فدي زريفة جدا كمان الحاجة التانية ان انت ممكن تغير موقع columns والrose بطريقة اسهل لو هي range الحاجة اللي بعد بعد كده ودي انا رأي ايه اهم ما في الموضوع easy growth of data ان انت حضرتك table بتمدد automatic يعني انا جيت على table عمل فيه خمسة column جيت اول column فاضي بعد وروح تكاتب اسم header table لواحده ويتمدد وينكلود ال column ده ونفس الكلام في rows لو جيت تحت في اخر row وينكلود بأي حاجة table وينكلود row الزيادة هتقولي طب دي مفيدة في ايه هقولك ان انت كده اعتقد ان كنت كتبها لوحدها بعدين اه لو بص على رقم 11 هتلاقي انت كده بقى عندك dynamic range ودي حاجة ضريفة جدا بالذات لو انت هتشتغل على pivot table او هتشتغل على power query ومحتاج تدخل data جوة power او غير data source وحتى كمان في formulas لو انت زودت data عايز تروح تقديد الformulas لكي تزود الروز الجديدة فانت كده بقى عندك dynamic range كل ما بتزود هو بتمدد لوحده والtable ده ما شاء الله هتديله اسم زي كده ما تكون جيلك مولود جديد تديله اسم برضو الexcel table تديله اسم وتسميه اللي انت عايزه والاسم ده هيبقى دايما بيريفير الى dynamic range بيتمدد معك زي ما انت عايز طبعا فيه option في printing يعني مش مهم قوي انا اصلا ملاقي اعترف في printing قوي الدنيا ماش هدبط حاجة دلوقتي copying reform automatic برضو حاجة بتسهل الحياة بس ما ايش اساسية وبيتدي لك special row تحت لو انت عايز حضرتك تعمل جمع مش جمع بس تعمل جمع او تعمل حوالي 6-7 functions مثل min max count average وعطا اعتقد فيها standard deviation فلو انت عايز تعمل الكلام automatic بيدي لك زرارك تحت تعمله على طول وكمان بيدي لك امكانية ان تضع slicer ودي حاجة ظريفة ان ان تستخدم drop down بتاع الفلتر وممكن تطلع بسرعة جدا حاجة شكلها ظريف وشيك كده تبعاتها للناس والحاجة الاخيرة موضوع structured reference ان انت لما بتعمل معادلات سواء جوه الexcel table او بترفير لي من بره الexcel table نفسه اللي بيشتغل بشكل مختلف شوية عن ممكن تشتغل بحاجة اسمها structured reference ودي برضو ظريفة وهنشوف حتة كاسو غير تفهم معناها ايه وانت برضو لو فهمتها هتقربك قوي من قصة داكس ازاي بيشتغل من غير موضوع الset reference اننا حيانا في الاول ان الداكس ما بتتعافش تديله A1 plus B2 دي ما تعافش تدي هالو لازم تشتغل معها على column فده مميزات استخدام table فممكن بقى ايه قبل break نحن نفضل 10 دقايق نروح كده بسرعة على excel ده مثلا انا عمل يعني كده ايه sample data صغيرة الجدول الصغير ده اللي احنا بصين عليه وده زي ما انت شايف ده sample كده لمثلا orders sales orders مثلا فيها date وفيها الشهر والسنة الريجين واسم الrap او الممثل المبيعات مثلا والitem والcost والunit والorder value تمام وتعالا نجرب نحولها الى table فعشان نحول table اصلا اول حاجة هعملها ممكن انا مختار اي نقطة جوه يعني اي cell مش لازم اختار اله كله وانا مختار اي نقطة جوه اي cell جوه الرينج ده لو رحت من الhome ribbon بتاعنا العادي ده في حاسمها styles هتلاقيها اسمها format as table ده طريقة وممكن برضو من insert على الشمال في tables هتلاقيها اسمها table برضو دي طريقة اخرى او الkeyboard الناس كنا بتحب ctrl t هتعمل نفس القصة بلظبت او ما حتلوس ctrl t هتلاقي ويندو صغيرة فانت حرك وانت واقف على create table دي هو لوحده فهم انت شايف علم على range بتاعي فهم ان ده range اللي انا عايز احاوله لتابل لانه proper data set وده نتكلم عنه على طول الفقرة الجاية ويداني بس كده التك mark دي بيسألني انت محتاج headers هل الtable بتاعك ده يحتوي على header اول صف هو الheaders ولا لا انت ما مش كلها يعني الكلام اللي فيه رقم وبيبدأ بتاكست فوق خالص ده هو بيفهم لوحده ان ده ايه ان ده غالبا header لانك بدء بكلمة وبعد كده رقم ففهم لوحده ده غالبا عنوان عنوان بتاع الكلام يعني فكل عمله اوكي فحيحول الى table format وطبعا وانس نتحاول table format هتلاقي فيه حاجة اسمها table design فتحت لك فوق في ribbons اسمها table design لو وقفت برا table هتختفي ولو رجعت وقفت عليها سبحان الله هتلاقي مكتوبة table design طبعا على اليمين عندك styles ممكن تختار عندك حاجة اسمها light الوان كتيرة وبعدين medium مجموعة اسمها medium مجموعة اسمها dark عايز الدنيا خفيف فماشي عايز تشيل خالص الformat زي ما انت عايز وعندك كمان انك ممكن تعمل custom يعني ممكن new table style لو دست عليها كده هيفتح لك ممكن تدي اسم لل style ده وتقعد بقى تمسك حتة حتة من table وتعملها formatting بس طبعا ده مش موضوعنا ومش عايزين لو عايز ده لو ده report سريع مش محتاج اقعد بقى اسطر ولون وعمل هو الراجل كدتر خيره عمالي الموضوع كله خد بالك عندك هنا ان 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 ممكن تغير banded rose دي ممكن تشيلها وممكن تحط مكانها banded columns وحبة حاجات ممكن تختارها من المنطقة بتاعة table style options طيب الحاجة التانية ان automatic اول خلي البند rose مش بطلة هنا الهرمات مش بطلة الاول حاجة عملها كمان ان هو عمل لك الفلتر button والsort button من غير مطلوب وممكن اشيله لو انا اشيله هتلاقيه موجود هنا في table style ممكن اشيل الفلتر button وممكن اخليه default ان فده بيساعدك برضو ان ان اقف هنا عند المنطقة على الجنب دي واعمل scroll بص احفظ الى scroll مفيش حاجة خلاص الدنيا راحت خالص انا مش شايف اي حاجة لكن انا اقف جوا table وعملت scroll وبدأ تنزل لتحت خد بالك انا عندي a b c ومش محتاج تعمل freeze panes ولو table تحت تاني وان اخترت وعملت كده هيعمل نفس الكلام فدي زريفة يعني بتخليك مش محتاج انك تطعت freeze جوا الشيت مجرد ان انت واقف على table هو الواحد سيعمل لك freeze panes الحاجة اللي بعد single click selection انا لو قفت على الheader زي ما انت شايف ادني صغير بصل تحت كده شايف وانا اقف على theheader وممكن اعملها بال shortcut بالkeyboard وممكن ادوس اعتقد shift مع control مع space لو دست control مع space هعمل نفس الحكاية بالزبط ونفس الكلام في row لو افتع الجنب كده هديك سهم اسود ممكن تختاره ونفس الكلام لو shift مع space هتختار الدنيا كلها نفس row ولو افتع على top corner زي ما انت شايف كده هيتدي لك سهم mail شفتوا اهو السهم المال الاسود لو دست عليه مرة هيختار table من غير headers ونفس الكلام ب control ايه مرتين هيعمل نفس الكلام بالزبط فده موضوع single click selection easy arrangement لو انا عايز ال row اخليه تحت ال row اللي بعد عشان اعمالها في ال x range كنت بدوس shift مع mouse دي من غير ما دوس اي حاجة انا بس بال mouse كده ممكن اجيب اي row احط في اي حتة هعمل انضوه عشان بوضش ال data وممكن اعمل كده كمان في ايه زي ما انت شايف في column بس اعتقد لازم اختار بال header و احرك في المكان اللي انا عايز بمنتهى البساطة الموضوع easy growth of data تعال اتخيل مثلا ان انا عايز اعمل discounted value مثلا عندي هنا هزود في L في column L عايز زود discounted value حاجة مثلا كلمة disk value هنا جنب الهدر وادوس enter ادي table كبر بشكل تلقائي نفس الكلام في rose لو جيت ازود اي حاجة تحت نكتب تاريخ جديد اخذ واحد كان 29 12 2016 تعال نحط 1 1 2017 وادوس enter هتلاقي زي ما انت شايف ال table كبر لو وكمان هنا في معادلة المعادلة حصل لها copy بشكل تلقائي الموضوع printing لو انت عايز تطبع الصفحة دي فانت لازم تطبعها كده مفركش زي ما هي اما بتروح على page layout وتختار set print area وتختار print area بتاعتك وتقعد تعمل تصبيتات كده عشان تطبع الصفحة بتاعتك لكن في حالة table لو انت مختاره ودوست على control P short cut بتاع printing وحتج هتلاقي زي ما انت شايف اهو ادي الصفحة بتاعتك مفركش كده ادي اول حتة وجزء من table وبعدين تscroll down عشان الصفحة التانية تلاقي حاجات الباقية بس لو انت روحت على settings هتلاقي حاجة اسمها print selected table في الحالة دي هيختار لك table بس يعني انا مش شايف حاجة عظيمة لكن دي احد المميزات ممكن تستخدمها الحاجة اللي بعد كده automatically copying formula انا النهاردة لو جيت عايز زي ما قلنا نعمل 10% على discount على order value فحروح مثلا اقول equals واد اختار اول cell في order value واضربها في point 9 عشان اطبق عليها 10% وادوس enter انت طبعا لازم تعمل double click هنا او copy او drag او whatever هنا لو دست هنا على الجدول الصغيرة اللي لديك ده ممكن تقول override all cells هي اكتب لك المعادلة لغاية الاخر تحت خالص وفي settings انا بشكل تلقية على طول من غير حتى ما تدست 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 دي دلوقتي بتعمل على طول ايه تcopy لغاية تحت خالص الحاجة اللي بعد كده زي ما قلنا ان 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 تحط slicer فلا تسا انا اعيز ابص على regions ولي اعيز افلتر اتفرج على table ده اشوف regions كلها شكلها عامل ازاي فممكن انا اوقف على table design الحتة tools هنا هل اسمها insert slicer لو دوست عليها هدي كل headers بتاعت table فنختار مثلا region ونختار معها item ونقول اوكي فهتلاقي على طول هو هيعمل لك ادي اتنين slicer ظروف جدا والslicer ما هو الا زي ما حق فلتر ولكن بشكل ظراير شكل visual كده ظريف طبعا slicer او بيتعمل slicer بيفتح لك فوق هنا زي ما انت شايف حاجة اسمها slicer windows وغيرة كده وممكن بره تختار style لل slicer فأنا ممكن اخذ رمادي عشان يمشي مع رمادي اغمق شوية مثلا عشان يمشي مع نفس table كله تفلتر وانت شايف بس central ونفس الكلام بقى فيه items ممكن اختار مثلا pin فكده اختار central وpin هو item واحد دي طبعا يعني ممكن تقول مكتبة ولا حاجة وممكن من هنا طبعا تعمل clear filter وفي options ظريفة في slicer يعني مثلا منهم لو انت مثلا اختارت مثلا حاجة زي disk في محافظة واحدة او في region واحدة يعني كل دول فاضين انا عرفت ازاي معايش لو دققت هتلاقي هنا غامق واللي تحت مفاتح شوية فمثلا لو انا جيت بالغاة اختار east فهيدي table فاضي تماما فطبعا دي حاجة يعني مش لطيفة يعني انت مدي للرجل filter عشان يتفرج على data يجي يدوس ويلاقي بيض تفوش وكده حاجة يعني ايه مسلاحة مش غير مفضلة يعني فتعمل ايه بقى ممكن توقف على slicer ممكن تختار واحد فيهم وتروح على فوق من slicer ribbon ده وعلى الشمال في slicer settings لو اخترتها هتلاقي هيسمها hide items with no data فما تعمل كده هيشير لك الـ items مفيهاش data ونفس الكلام تعمله ايه فاخوت تاني hide items with no data وتيجي بقى تشير الفلاتر دي بعد كده اي حاجة هتختارها هتبقى ضامن ايه ان data موجودة بالكامل يعني مفيش ولا item من دول يختارته يديك ايه يديك blank وممكن تختار كذا items زي filter يعني انا ممكن لو انا عايز مثلا في items اختار binder و pin set فبادوس control واختار الاثنين فهيختار الاثنين عادي ما فيش مشاكل وعايزهم الاثنين في central اختار مع east اختار مع east فكده بقى مختار east و binder مع pin set فطبعا visual لطيف بيدي لك ايه امكانية ان اتفرق تعمل اطول لنجرب حاجة في ثانية اعايز احط الريجن دي فوق بالعرض كده فممكن انا مختار لسليسر ازود اقول انا احط ها على columns 3 columns واعمل resize لي واروح اعمله كده مثلا وطبعا لو شلت ده بقى اهو 3 columns اهي فبقيت انت ممكن اعمل chart مثلا مبني على ال table ده واحط مثلا جنبه واخلي ده جنب chart فبقى عندي كده زي dashboards غير كده فانت ممكن بسرعة قوي تعرف تعمل حاجة شكلها مش بطال بفضل ان انت شغال انا ممكن يتبقى اربعة ان انت شغال على قصة table وشغال كمان على قصة ال visuals اللي جاء مع tables طيب احنا احنا كلمنا على dynamic named range وانحنا قلنا لما expand سواء بزود column او بزود rose طبعا ال table اسف بي expand automatic لو انا اخترت ال table وروحت على table design وروحت على الشمال خالص ستجد table name فطبعا ولو سمحت وارجوك وحط الموضوع ده زي بقوله عندنا في المصري يعني حلقة في ودنك انت لازم تدي اسم والاسم ده يكون اوعد سيبه table one وtable two كلما هتزود table سيقولك table one table two table 15 اوعد سيبه كده لان احنا هنشتغل على شوية table كتيرة لازم تبقى عارف table جوا ايه فانا ده مثلا لو انا هسمي table ده هسمي مثلا orders table انا عارف ده او s orders table مثلا sales order table حاجة زي كده او sales order وخلاص احنا عارفين هو table طيب الحاجة اللي بس مهمة في الاسم ان انت مينفعش تحط فيه spaces ولا special characters ممكن بس تستعمل فيه underscore يعني لو انت عايز تفصل الكلام استعمل underscore او capital شغالين فممكن تسميه كده طيب انا بعد كده لو انا اخذت كلمة sales order ده وعملت بها pay for table وده هنشوف بعد شوية الظريف بقى ان اي حاجة هتتضاف على table ده سواء كان في rows او columns ال pay for table هيشوف ها من غير محتاج اعدل اي حاجة وده انا اعتقد ده من اهم الموضوعات او من الحاجات المخلية table z مهمة وظريفة وحدها هم بيقول اسمها كتير as we go علشان وجهة نظري علشان الموضوع ده ان انت عندك اهم هو عاملك شوية حركات وشكل وسليسر وكل ظريف قوي بس اهم نقطة ان انا range بتاعي بيتمدد بشكل تلقائي مع زيادة اللي حواليه وده مش موجود في اي حاجة تاني في الاكسل الا في الموضوع ده وموجود بقى في dynamic r وحنا مش هتعرض لها خالص للمرة دي dynamic r برضو في رنجات بتتمدد تلقائيا بشكل يعني مختلف شوية بس فده ايه ده كده اعتقد بسرعة tables فعايز اوريك مثلا لو انا عندي data 2017 موجودة في الشيت التانية ولو عشان اخترها كلها برضو اسهل ctrl a و ctrl c وتعال نروح على ال table تحت وممكن على اول cell فضية وانت شايف انا واقف على d29 ctrl v شوف ايه حصل ال رينج تمدد والمعادلات كمان اتعاملت بشكل تلقائي كان هنا في معادلة وانا في معادلة اتعاملوا بشكل تلقائي اشيء ظريف ما عندكش حاجة خالص في ال excel بتعمل الكلام ده الا هذا table الغلبان اللي ما حدش عبره موجود في ال excel 10 سنين ما حدش عبره خالص يعني حتى بقى تسأل الناس حد بشتغ عمل بتاع ده يقولك لا احنا ما لناش في القناة ده فكده يبقى خلصنا الجزء التاني الموضوع اللي بعد كده نتكلم عليه ال data sets طبعا هو موضوع بسيط برضو حاجة يعني كده بس ايه زي ما تقول كده بنماهد الطريق او بنتأكد ان احنا on the same page عشان وإحنا جاي ماشيين في سكة ال data analysis هنتعرض للموضوع ده طيب تعال نشوف كده الro data او حاجة جايلك من من system او حاجة زي كده او csv فايل طبعا الناس كلها عارفة text فايل وعارفة csv فايل صح التكست فايل هو زي وزي csv فايل اتنين نفس الفكرة بالزبط لكن الفرق بينهم في delimiter delimiter يعني ايه يعني الحاجة اللي بتفصل ما بين كل معلومة واخرى فبص كده معايا فوق كده الهيدر انا هتلاقي كلمة account وبعدين شهر january وfebruary ومارش ده الهيدر بتاعت ال data csv فايل بيبقى اسمه comma delimited يعني ايه comma يعني الفاصل هو عبارة عن الفاصلة زي ما حاجة شايف كده في comma ما بين كل الهيدر ولو نزيل تحت في data هتلاقي 1700 1700 1700 كده حول 1800 1900 1900 ده رقم الحساب نفطيض ده ايه رقم الحساب بعد رقم الحساب comma يبقى ده comma بتفصل الهيدر و comma بتفصل ال data بنفس الشكل وبعد كده الamount بتاع شهر january وبعد comma والamount بتاع شهر february و comma وهكذا ده ده بيسموه ده ممكن كل نوع من data او كل column الفاصل ما بين columns بيسموه delimiter التكست الstandard بتاعه الفاصل هو tab عارف زغار tab اللي موجود في الكيبورد في حاسمها tab انت لو كنابت كلمتين على notepad وبعدين tab وبعدين كلمتين تانين وعملت tab وبعدين عملت save انت كده كأنك قسمت التكست فايل ده اللي على notepad الى columns فده غالبا معظم الsystem بتطلع الoutput بتاعها فيه طبعا system بتطلع على excel على طول بس معظم الsystem بتطلع ياما text files ياما csv فايل طبعا هي مزتها انها بتكون خفيفة نسبيا ما لهاش format كتير ولا حاجة مغرد raw data فبتبقى خفيفة فأحد الطرق انك تconnect من system انك تاخد الحاجة على csv فايل وترجع تعمل لها loading على system تاني او انك تاخد ها من system وتشتغل بها على excel او في حالتنا هناخد ها على power query او ناخد على power bi وكل الكلام هنعمله مع بعض فده نوع من انواع raw data ولكن بالشكل ال جاي به ده bad data يعني انت ما تعرفش تعمل بها حاجة يعني انت لو خدتها كما هي كده على excel انت عندك رقم الحساب متلخبط في رقم الشهر كام amount وكل هن في نفس cell طبعا ده ما تعرفش تعمل بها حاجة فانت محتاج حاجة تخيل good raw data تبقى بتقسم كده اربعة columns اول column فيه رقم account وبعد كل شهر مفصول في column مستقل والamount موجود تحت الheader بتاع كل شهر من شهور كمان فيه بقى ان تحول ده الى information او الى report بالشكل اللي انا اعمله ده يعني لاحظ كده الاكاونت هنا 1007 متكرر حوالي خمس مرات 1008 متكرر مجموعة من 6 7 مرات وتعال مرات 7 في one line وجمعت 1008 في one line و 19 one line وهي عملت aggregation data فاخدت raw data الاول bad raw data حولتها الى good raw data حملت transformation لانا قسمتها طبعا الexcel يعمل ده عن طريق كلكم عارفان اسمها text column بتتعامل على الexcel وتحديد دليمتر هو كما ولا سمي كولن يخد دليمتر ممكن يبقى كما ممكن يبقى semicolon ممكن يبقى special character ممكن يبقى space كل ده ينفع delimiter وبتحول الى good raw data وبعدين الى information عن طريق انك تعمل summarization طبعا في حالتنا هنبقى المرة دي بنشتغل على pivot table ونشوف قدي سهل وبسيط او في حالات اخرى بتشتغل ب excel functions زي some f او زي whatever بقى نسبة تشتغل بحاجات كتير في excel الموضوع التاني برضو ده انا بسميها improper data set يعني هي still good data set او good raw data بس improper data set ليه بقى ليه انا قلت عليها improper data set خبلك ده يعني مش لازم تلاقي الكلام ده مشروح في كتاب او ده improper data set لان في header missing يعني ديك شايف add account في اول column وبعد كده عنوان بتاع اول column اسمه january february مفروض يبقى march ما عندي ش هنا header فده ما يصحش لازم يبقى complete headers لو حدثتك حتى بتعمل كده وعملت جيت تعمل column زيادة في حزبة حزبة وبعدين قفلت وغبت ساعتين ورجعت لها تاني ممكن تبقى مش فاكر هو كان ايه فإيه it's proper ان انت دايما تدي حط header مظبوط ويبقى دايما الheader complete الحاجة الثانية ان في blank rows هو blank row مش هتبوز لك حاجة actually we honest انت لما اعملت formula او عملت pivot table blank rows مش هتعمل مشكلة بس هتضيقك وانت بتسيلكت الديتا بالذات على Excel لما تيجي تسيلكت هنجرب هلوقتي على Excel مع بعض تعمل selection الديتا لو في blank rows ممكن pivot table يقف عند ايه عند اول blank row ما يكملش ممكن لو تcopy formula تقف عند ال blank row ما يكملش فتعمل لك مشكلة في في الشغل بتاعك يفضل ان انت مش محتاج يبقى عندك blank rows ممكن يبقى عندك missing data point عادي يعني ممكن انا في account ملوش رقم في شهر مش شهور عادي لكن ال row كله فاضي لازمته ايه ما نخلص منه وخلاص اللي بعد كده ان في subtotals يعني ساعتا تجي في النص انا اجمع اول 10 سطور اول 50 سطر اجمع 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 row و اجمع total او subtotal في الحالة ليش total طبعا دي برضو غلطة مشهورة لان انت تجي بعد كده اجمع ال row كله على ال كلام على بعض ان اسف هتاخد معك subtotal و هناك duplication في الرقم النهائي و نفس الكلام لو بتعمل pivot table لو دخل معك subtotal سي اجمع لك يعمل duplication في النتيجة النهائية ف ايه ده برضو من علامات الا improper data set كمان adjacent calculation يعني انت جيت هنا في cell قلت انا اجرى اقسم الرقم ده على الرقم ده واضرب واضرب واشوف نسبة مش الكلام الزيادة هيدخله معرفة الموضوع او هتيجي تعمل حاجة ممكن يسيلكت بالغلط فده برضو من علامات ان انت عندك data set محتاجة تتوضب شوية الحاجة التانية inconsistent data type يعني انت شغال ارقام 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 وجيت في نفس الكلام ولوح تحط text فده برضو من علامات query يعني ايه هيقف معاك تماما مش هشتغل خالص بشكل كوي انما proper set شكلها ممكن يبقى عامل كده عامل ازاي no blanks ادي data كلها على بعض ما فيش اي blanks no total subtotal ما عنديش اي total او subtotal خالص no adjacent cells يعني في at least one blank cell من كل الاتجاهات سواء فوق في الheader او تحت في اخر row او علمين والشمال لو عايز بقى انت تجرب حزبة ولا بتاع ولا تعمل subtotal لك انت تفرج عليه يبقى تحط بعيد at least one cell فضية بين وبين table بتاعك الحاجة التانية complete headers مفيش header missing الحاجة اللي بعد كده consistent data type يعني بمعنى انه هنا accounts يبقى كله accounts هنا amounts يبقى كله amounts يبقى كله amounts وهكذا الحاجة الشكلها عامل ازاي او يعني ايه بقى table او ايه proper data set يعني انت عندك حاجة اسمها header الheader ده هو في الحالة بتاعتنا 4 columns كل column ليه header ممكن تسميه column name ممكن تسميه field يعني لو سمعت كلمة field تبقى عارفة انها تريفير ل column name row header بس انا يعني ايه دايما بقى حس ان انا بتكلم من header بتكلم على column بشكل رئيسي الحاجة الثانية الro اللي هو صفوف الصف ما هو الا record ممكن تسميه record او record ده يساوي one data point for each field يعني عندي هنا كل وانا ماشي بالعرض كده الrecord دي اللي متعلم عليها بالازرق دي ما هي الا one data point لكل column موجود من هنا فعندي one value للأكاونت one value لشهر يناير one value لشهر فبراير one value لشهر مارس وهكذا وطبعا ما ينفعش يبقى عندي ان السل الوحدة تكون فيها اكتر من value يعني لو حطيت two amounts هتبقى ايه هتبقى غلطة او هتبقى حاجة ممكن tabler versus cross-tabulated يعني ايه انا بقوله ده بص على الجدول اللي فوق ده بيسموه cross-tabulated يعني ايه يعني هتلاقي فيه two dimensions دايما dimension في column وdimension في بعدين عارف انت سنائي الابعاد زي بقوله ففي dimension بتاع account وdimension بتاع الشهر والdata ما هي الا intersection ما بين الاثنين يعني التقاطع ما بين 2007 وjanuary 18 هو الرقم 1068 ده ايه الdata اللي بتمثل النقطتين دول january مع 2007 2008 مع febراير موجود التقاطع بينهم 2068 ده is a good format for reporting يعني انت لما تعمل report غاليا بتعمله بالشكل ده بتحط حاجة في column وحاجة في row والتقاطع ما بينهم دايما بيبقى هو ايه value اللي انت عايز في الاخر تعبر عنها او عايز تعمل ها presentation go report بتاعك بس الdata analysis والpivot tables وعايز اقول لك هو pivot table ما هو الا data analysis tool في الاول وفي الاخر ما بتحبش الشكل ده ما بتحبش cross tabulated بتحب التاني ده اللي اسمه ايه اللي اسمه tabular form زي ما انت شايف كده المونس اللي كان موجود بالعرض فوق تحول هنا الى column اسمه month والamounts كلها بقت one column لو انت اديت ال data بالشكل اللي موجود تحت ده هتتعامل مع الارقام بتاعتك ومع report بتاعتك بشكل احسن ونفس الكلام power query ونفس ال data model ونفس الكلام database في الدنيا لو اديت ده هيبقى صعب شوية الحاجة الاخيرة ال data types فيه انواع كثيرة جدا يعني ممكن تسمع ايه واحد يقول لك في double وفي currency وفي decimal number وفي whole number وحد يقول string وحد يقول لك حاجات كده كتير بتسمع انواع كثيرة من ال data لكن انا يهمني at least at least افرق بين ثلاث حاجات يكون دائما واضحين في مخيلتي وأنا شغال فيه تات انواع رئيسيين من data ما ينفعش لاخبطهم على بعض الباقيين شغال يعني انت لو جمعت decimal number على هول number هيشتغل يعني مش هيعطل معك اوي يعني هيبقى فيه فروقات هيبقى فيه بتاع لكن يهمني انت مفرق ما بين text يعني مثلا هنا انا الاكاونت اعتبرته text وعرفت زي انه text في المثال ده هتلاقي دايما حتى لو رقم ولكن stored او متخزن جوه الcell على انه text هتلاقي بادئ من ناحية الشمال لو شفت الفرق بين ال column بتاع amount و account هتلاقي amount بادئ على يمين لكن account بادئ على الشمال فده text على طول او مينفعش احط date مع حاجة مش date لازم كله يبقى date ونفس الكلام date بدأ من ناحية اليمين لو لقيت date على ناحية الشمال اعرف انه برضو الExcel تاكست مش شايف date فلو شايف ناحية اليمين يبقى date مظبوط و amount نفس الكلام لو بدأ على اليمين فانت كده تمام باشا عندك number والExcel شايف number لو جمعت سيجمع لو عملت اسم سيقسم وكل تمام لو لقيت amount بدأ من ناحية الشمال يبقى غليب شايف text ولازم تشوف لك حل في القصة ولا مش هعرف التعامل معها كما يقول لك انواع كثيرة للنumbers whole decimal number integer double currency percentage بس في تلاقي نسبة بعض الprogram أو بعض الsoftware يقول لك text وبعض هم يقول string يعني مثلا data model ستلاقي كلمة string لكن في power query ستلاقي تقول text بس الاثنين في الاخر سيؤدي نفس المكان وما لدي مشكلة في كده أو كده ف at least تفرق بين text date و number خب لك الExcel ظريف ما بيدقق معك على الكلام إلا لو جيت تجمع text ليس يجمع مثلا لو جيت تحط text وست numbers في بعض formulas هديك error بعضها سيوافق ويجمع الحاجات التي يمكن يجمعها والباقي لأ وبعضها الآخر سيديك error لكن ستذهب الpower query سيطلب منك حتى لو ما طلب منك فأنا اللي أطلب منك أنك لازم تعرف ال data type وإلا هتقع في مشاكل ونفس الكلام لما تروح data model لازم يكون هو فاهم منك كويس أو data type وإلا هيعمل لك مشاكل أنت في غنى عنها تماما طيب الحاجة الثانية برضو معلومة ظريفة بالنسبة لل date and time in excel ودي معلومة مهمة وهتساعدك برضو وانت ماشي في حاجات كتيرة أن date و time في excel ما هو إلا number يعني date في excel عبارة عن في الآخر رقم والناس بتوع excel اعتبروا أن بداية التاريخ في الدنيا كلها هو يوم 1 1 سنة 1900 فلو حضرتك كده في excel رقم واحد وعملت formatting أن قلت له أنا عايز أعمله number formatting ستجد لك تاريخ 1 1900 اليوم اللي وراه اللي هو 2 1 1900 ادوه رقم 2 واليوم اللي وراه رقم 3 وهكذا حتى وقتنا هذا فأنت لو خدت تاريخ النهار ده مثلا وحولته إلى general number من formatting هتلاقي أن هو 33 000 مش عارف كم كده ده اللي هو إيه ده اللي ماشي بدأ سنة 1900 في 1 1 وانتهى بتاريخ النهار ده وهكذا طول ما انت ماشي فهم اعتبروا بداية التاريخ هو 1900 أول يناير 1900 الحاجة التانية أن time كمان stood بنفس الطريقة فانت لو قلت الساعة بتمثل الساعة واحدة بالليل اللي هي بداية اليوم الساعة 12 الساعة واحدة بالليل اللي هي تمثل الواحد عربعة وعشرين بتساوي 0.04167 هو ده بالضبط الطريقة اللي بيخزن بها الساعة يبقى اتنين هتجمع عليها كمان 0.04167 يبقى ده يمثل الساعة اتنين وهكذا لحد ما تكمل الاربعة وعشرين وطبعا مش مفاجأ لو قلت لك ان الدقايق هتبقى نفس الكلام 1 24 على 60 وهكذا فيبقى الإكسل بيستور الديتا بشكل ايه ارقام وده يبقى لهم مهمة وبرضو هتساعدك في بعض الاحيان وطبعا لو حسدت بقى 8.5 بتاني الالتها لك يبقى ايه هتحطها في فورمولا هتدي لك 0.35467 ده يمثل الساعة 8.5 في اي يوم من الايام ولو انت بتتكلم على تاريخ مثلا النهاردة يبقى هتحط بقى رقم تاريخ النهاردة .3544167 يبقى تاريخ النهاردة الساعة 8.5 بحاجة اخيرة قبل من نبص بسرعة على حاجة اسمها Data Types vs Data Format احنا قلنا ان Data Types قلنا تلات حاجات على الاقل فيها تأسيمات اكتر ولكن Be aware of تلات حاجات Text أو Date أو الحاجة الثالثة Number طيب ساعات انت بقى بتلاقي Number Format مختلف يعني Number Format ما بيأثر على Data Types بمعنى ايه لو انت عملت مثلا التاريخ ولكن تاريخ النهاردة اللي هو اعتقد 29 6 2021 وكتبته وشفته على screen بشكل التاريخ وبعين حولته الى serial number يعني قلت له General Data Types بتاع الformat بتاعه General فحتشوفه في صوت رقم ده مش هيأثر على نوع Data خالص Data Format ما هو الا Mask يعني هو زي Mask بتلبسه على الcell نفسها عشان تشوفها بشكل معين ولكن لا يؤثر على الرقم نفسه ولا او المحتويات الخلية نفسها ولا يؤثر على Data Types بشكل او باخر فده بس فرق ما بين لاثنين فحتى هنا لو دورت على تعريف بتاعهم لقيت انه بيقول لك How a number is displayed هو ازاي انت شايف النمبر Without affecting the underlying precision in any way Data Type لا مختلف Control Data Type and will change the precision of the value to become consistent with the type of data you have declared data type اكتر من formatting يعني مثلا لو عمل 0.1 يعني 0.1 لو شفتها 0.1 او شفتها 10% ودخلتها في calculation لن تؤثر على نتيجة النهائية لكن لو شفت ال 0.1 دي وتحويت الى text مثلا ففي الاخر هتبوز اللي انت عمله او هتطل نتيجة غير متوقعة او هتدي لك فأفضل التأديرات هتدي لك error ومش هعرف تكمل فده كنت عايز برضو اعدي عليها بسرعة موضوع data type versus format وفي demo سريع هو مثال قوي هنعمل demo سريع نبص على data sets وعايز بس اوريك سرعة قوي لانه ما اكتر من اللي احنا قلناه لكن كنت عايز اوريك بسرعة في حتة ال property دي اللي كنت أقول لكم على powerpoint لو قفت على أي cell جوه التابل ده ودست ctrl a هتلاقي اختار بالظبط الجدول بشكل هايل جدا من غير المشاكل انت على ناحية اليمين ال data اللي شكلها ملاخ بضي لو جيت هنا قلت له ctrl a وانا وقف هنا خد بالك اخد معايا column اللي اسم n وما اخد ال blank row وما اخد التحتي لو افتع الجزء التحت تاني control a نفس الكلام اختار برضو اخد معايا total التحت وما اخد حت ال header وما اخت صعبة جدا لو اخترت ال table ده وحاولت اعمل pivot table منه فهاختار ه كده واروح على insert ومانست فيه pivot table واقوله table orange بص هتلاقي الواحده انا مختار ال table كله بس هو مش موافق هو عايز ياخد بس الحتة اللي فيها header و ignored الباقي ولو حاولت انا اكبره اختار بقى انا بنفسي لا انا انا مش هسمع كلامك وانا ااخد ال table كله اهو وحقول لك اوكي مش ممكن ال data set لو مش مزبطة تلاقي انسك مش هافت تشتغل خالص لو انت مزبط ال data set بتاعتك هتلاقي الحياة اسهل والدنيا ازرف بكتير بس اعتقد مفيش حاجة تانية الكل الكامل اللي ممكن نقوله هنا انا قلته وانحنا بنبصينا على powerpoint فممكن ان نتوقف عند هذا القدر في موضوع ال data set تعالى نروح على الحتة التانية بتاعت اخر جزء النهار ده هو اكبر جزء الصراحة يعني ربنا يسهل واندينا الصحة ونخلص بسرعة يعني خلص قصدي في الوقت وانه بقى حتة مش مش مشكلة ممكن نعملها في بداية المرة الجاية طيب الموضوع بقى وطبعا احنا ال pivot table قد يكون بعضكم اشتغل عليه قد يكون بعضكم معرفوش قوي او يعرفوا معرفة سطحية فهنحاول اما ايه اللي عارفوا نراجع مع المعرفة دي اللي عارف معرفة سطحية نقوي علاقت بي شوية اللي ما عارفوش خالص يبقى استفاد من الموضوع بشكل اكبر النقطة كلها لانه tables لانه data model والpower query يعني انت النهاردة انا بقول لك حضرتك حدي لك 10 مليون رو في وقول لك اشتغل عليهم على ال excel هتطلعهم على ايه ما فيش حل غير انتحطهم في pivot table لان excel sheet 10 مليون رو فانت لما ادي لك 10 مليون هتعمل بيهم ايه ما اشتغل بيهم حاجة غير ان هم يطلعوا في الاخر على pivot table فلازم يبقى عندك at least some basic knowledge على pivot table سواء شغال power query او data model في امور كتير جدا مقدمكش حل غير انك تستخدم pivot table كمان power bi رغم ان انت اما نقول لك visual وinteractive لكن عنده visual برضو اسمه matrix وما هو الا pivot table متدلع شوية عشان هو في power bi لكن لازم يكون عندك معلومات عنه طيب دي الحاجات هنتكلم عليها على pivot table هنتكلم على ايه فوائد ها بسرعة نتكلم كيف create and design وهناخد عليها تمرين عملي هنشوف حاجة رفش and update برضو مثال اخر group of fields مثال ثالث show value as مثال رابع واخر حاجة حاب tips and tricks حاجات خفيفة برضو ايه ممكن تفيدك وليها برضو مثال صغير في الاخ طيب اول حاجة استخدمات pivot table او مزايا pivot table طبعا يعني على عكس انت ممكن تكون متخيل هي data analysis tool سهلة جدا التعامل معها مش محتاج اي احترافية مجرد بس انك حاجات من data بتاعتك بمجهود قليل ووقت بسيط زي بقول class formulas مفيش تقريبا formula خالص مش محتاج تكون خبير في sum ifs ولا عبقري في بقية excel functions عشان تعرف تعمل pivot table performance احسن بكتير من functions بيصغر file size بي update بمغرد refresh لو عملت شوية تزودت حب ال data ولا بتاع او غير شوية data مجرد انك تعمل refresh update لو انا رأيي بيقل الاخطاء زي ما انتفقنا موضوع formulas ساعات انت بتبقى مختار range وترجع تعدل فانت عملش update للrange ساعات مش عارف حاجات زي كده الكلام ده كله في pivot table اقلب كتير في drill down capability يعني انت لو ترعك رقم ومش عارف مين او مستغرب double click على sell اللي فيها الرقم ده هيدي لك breakdown بكل الحاجات اللي كونت الرقم ده من جوة pivot table ودي حاجة ضريفة او لو انت عايز تعمل audit كمان نفس capability الموجودة في tables انه بيساعدك انك تعمل quick formatting عمل style بتاعه قدر احدده بسرعة من غير مقعد لون sell by sell column by column او border by border لا باخد حاجات ready made وبرضو بيدي لك امكانات انك تعمل custom style لو انت عايز تبني بنفسك ال style اللي انت عايزه واخر حاجة اذا مست مع power pivot ومع data model مقدم حل انك تطلع اي حاجة الا pivot table نبدأ في اول جزء pivot create and design هنشوف ازاي نعمل pivot table هنشوف ازاي ممكن نديله اسم ازاي ما اتفقنا احنا ايه لما كده ما ينفعش انا يجيلي طفل اسميه طفل واحد وطفل اثنين طفل اثنين وطفل ثلاثة لازم اديهم اسامي نفس الكلام pivot table و table ربنا ارزق pivot table تديله اسم على طول مفعش تقول انت اسمك pivot table لا اسمه حاجة اسمه sales pivot sales report cost report اسمه expenses report وطفل هنشوف كمان pivot table fields window ونشوف كل section فيها بيشتغل ازاي ونشوف حتة كده على layout ودزاين بتاع pivot table طيب ازاي create pivot table منتقى البساطة عندي data set proper data set زي ما اتفقنا متزبط columns متزبط rows ومفيش blank ومفيش subtotals ولا كله تقف عليها في اي حتة وتروح على ribbon اسمه insert على الشمال حتة اسمها tables وتختار pivot table وتقول from table orange هيعمل لك عطول pivot table automatic او تستخدم shortcut اسمها alt nv هيفتح لك نفس بدل ما تعملها بالmenus هتعملها بال shortcut هيفتح لك table او windows صغيرة اللي على يمين دي هيطلب منك او هيأكد range انت مختاره وهيقول لك عايز output بتاعك في new work sheet ولا existing work sheet وبتختار المكان اللي انت عايز في table بتاعك وتدوس اوكي واي على طول هيعمل لك pivot table once انا عندك pivot table بقول لك اول حاجة اقول لك والله ده pivot table اسمه pivot table one وطبعا التاني هيبقى اسمه pivot table two والتالت pivot table three بعد شوية ترجع للحاجات دي هتبقى العملية صعبة جدا especially انت ممكن تعمل slicer يشتغل على pivot table وقصة كده فهيبقى مسميات تضرب في بعض هتبقى العملية مش حلوة خالص high recommended is not a must لكن high recommended ان حرك اول ما تدي تتكاري pivot table عطول تروح متديله اسم بشكل مباشر تديله اسم منين من pivot table اللي هنشوف ها دلوقتي اول ما بتتعمله برضو في smart ribbon بيطلع كده اسمه design باع الشمال خالص هتلاقي حتة دي اسمها pivot table one default name بتاعه هي اسمها pivot table name هتروح داخل متديله اسم ودوس enter هتلاقي الاسم تلعلك مكان pivot table one هتلاقي الاسم انت اختار طيب الحاجة اللي بعد كده لما هتكار الpivot table وانت واقف عليه هتلاقي برضو بيظهر لك الwindow دي تلاقي تلعلك الwindow دي اللي انت شايف اسمها pivot table fields وده هيظهر لك فوق في الsection الفقاني كل الheaders بتاعت الcolumns تاعتك فده مثلا ايه مثلا هنشوف دلوقتي عندي date channel city كل دي اسامي الheaders وتحت هتلاقي الsection ده هتلاقي حاجة اسمها يعني window كده او مربع متقسم اربع مربعات كل واحدة فيهم بتشتغل بشكل معين وده عن طريقها ببني ايه ببني الpivot table بتاعي فبختار بقى من الlist اللي فوق دي من الفيل دي واروح من drag and drop في واحدة من الاربعة دول عشان اكون الpivot table بالشكل اللي انا عايز لو انا ممكن اخد بالك جنبهم زي كده ايه checkbox كده لو انا عملت click على checkbox دي هتروح على طول automatic في الاماكن دي وهتروح ازاي هتروح حسب طبيعة كل واحدة فيهم بمعنى ايه انه لو اخترت date او date hierarchy هيروح في column لو اخترت اي حاجة text هتروح في rose لو اخترت value numbers هتروح فين هتروح في value ده بشكل automatic ممكن تشك عليهم كلهم وترجع بأكات عايزه في المكان اللي انت عايزه من الاول خاص دي زوم شوية بقى على ايه الاربعة sections دول اول حاجة الفلتر ايه الفلتر ده بيعمل ايه ده بيسموه top level report filter بمعنى ايه لو انا في المثال اللي انا كنت حطه ده لو انا عندي مثلا city عندي مثلا خمسة cities وجيت خدت city دي حطتها في filters فهيعمل لي filter بيконترول كل report على city فممكن اختار مسلا ساعتها جدة مثلا لو اخترت جدة هيبقى كل report بتاعي باصس على معلومات بتاعة جدة لو اخترت المدينة هيبقى report بتاعي كله باصس على معلومات المدينة وهكذا تمام هنشوف برضو الكلام ده ايه عامل دلوقتي بموضوع بسيط خالص الcolumns او الروز الاتنين بيشتغل نفس الطريقة لو حطيت اي حاجة في column أو row automatically هيعمل unique list هيخلق unique list طبعا مفهوم يعني unique list انا شاحنا مثلا ساعات بنيجي عايزين نعمل مثلا report على segments مثلا او channels او اي حاجة زي كده بنعمل ايه بناخد بنعمل مزبوط لانك لو عندك duplication في مثلا مدينة مثلا سيجمنت موجودة مرتين في نفس report هيبقى الرقم واحدة فيهم مش مزبوط او واحدة فيهم عمل duplication فاول خطوة بتعملها تعمل unique list لو انا عندي في ال data بتاعتي مثلا 1000 transactions اتعملوا على channel مثلا معينة او على segment معينة يبقى انا لما اجي اعمل resumary للchannel دي محتاج اسمها يكون قدامي مرة واحدة ده اللي بيعمله column او بيعمله ال row لما احط حاجة في column او في row بت carry unique list of the value لكن لو حطيت حاجة جوه values ودي في معظم الاحيان هتوقع منك انك تحط ارقام جوه section بتاع value اللي هيعمله انه هيعمل aggregation تجميع والتجميع دي ممكن تبقى كذا نوع من التجميع ممكن يبقى عن طريق sum يعني جمع او عن طريق ممكن اختار انا يبقى average ممكن اختار يبقى count كل ده نوع من aggregation sum او average او count او max او min كل ده نوع من aggregation لكن لو حطيت text حاجة غير numbers فالdefault لك يعدلك التكرار بتاع text ده كان موجود كم مرة في data بتاعتك اللي بعد كده layout and design فيه ريبن كامل اسمه design زي ما انت شايف كده وده شبه شوية اللي شفناه في الحتة بتاعت tables بتختار styles من على يمين هنا وعند عندك banded rows وال columns تختار منهم وعند حاجة اسمها layout وده مهمة شوية لان فيه حواية ثلاثة layout ممكن تستخدمهم في private tables كمان ممكن تcontrol totals والsub totals تظهرهم او تخفيهم ممكن تعمل بلانك rows سيب اماكن فاضية مبين sections وممكن تعمل شوية حاجات ضريفة من section بتاع layout فتعال ايه عشان ما نعودش الموضوع يفضل رايح جاي كلام تعال نحط المثال العملي ده مطلوب ان احنا نعمل تقرير ده table زي ما انت شايف هي appropriate data set عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة columns وحوالي 6000 lines 5900 ودي زي sales transaction من شركة بتبيع عجل دراجات وادوات الدراجات و components مختلف للدراجات وعندك المعلومات الموجودة تاريخ الـ transaction تاريخ البيع اللي حصل يعني كل عملية كل واحدة من دولت ومثلا عملية بيع اول واحدة مثلا في واحد واحدة 18 التمم فيها البيع عندي مجموعة من التمم لو حاولت كتبوس عليهم اهو door to door وkey accounts وretail وwholesale وعندي مجموعة من المدن الطايف والدمام وجدة ومدينة ومكة ورياض وينبع وحوالي 25 product من المنتجات المتعلقة بالعجل والquantity اللي تبيعت والsales او الـ value بتاعة البيع ومطلوب ان انا اعمل sales report بالديتا دي عن طريق الـ pivot tables فزي ما قلنا عشان اعمل طبعا دي 100% لو قلت control اه دي ما انت شايف هو يخترها لك 100% فانت واقف جوه اي cell جوه الـ range اللي انا مزبطين وعملين وده وعايز اعمل pivot table عندي اختيارين يروح على insert وعلى الشمال حلاقي tables اختار pivot table وممكن اقوله table orange فهيدي الويندو بتاعة انشاء الـ pivot table وحاك شايف ها دي او استخدم shortcut alt n v وداني على المكان ده ومستني مني عايز from table ولا from external data source فانا الويندو دي على فكرة اكبر من كده لكن هو اختصرها وخلى فيه خطوة زيادة في النص طيب الواحد وزي ما انت شايف علم على range وقال لك ادي اسم sheet اهو بدأ باسم sheet وبدأ من B2 ومنتهي عند G 3531 فاختار range مزبوط 100% ودفولت new worksheet انا اقول لا انا اعايزه J3 او تحت شوية احسن تخليها J6 ولا 5 وبعدين تقول له اوكي فكده انت انشأت على طول Pivot Table automatic لوحده اول ما انت واقف على Pivot Table هتلاقي Pivot Table Fields دي ظهرت بشكل تلقائي وهتلاقي بص فوق فيه اتنين ribbon او اتنين قوائم زاد وما كانوش موجودين Pivot Table Analyze والتاني اسمها Design وكل واحدة فيهم لها استخدام هنعدي على بعضهم واحنا ماشيين دلوقتي اول حاجة اتفقنا عليها قلنا ايه ربنا رزالنا Pivot Table اول حاجة نديره اسم فانا مش هسيبه كده ايه Pivot Table 1 انا هتدي له اسم وهسميه Let's Say Sales Report فروحت على Pivot Table Name وكتابت اسمه ودوست Enter هتلاقي الاسم كمان ظهر هنا وده دي فوايد كتيرة وحتبان بالذات لما نيجي نشتغل على مضوع ال Dashboards ده والحاجات دي حيبان قوي قد ايه الموضوع ده ممكن يفرق طيب على الشمال ادي Pivot Table list موجودة زي ما انت شايف لزقة كده في الجزء سوري على الجزء اليمين ده لكن انت ممكن تاخد ها موجودة هنا ادي date وشانل وcity وproduct name وquant وsales هم هم بالزبط كل الحاجات اللي كانت موجودة في ال column هنا في ال header stat column فانا عن طريق ان انا اعمل drag وdrop في 4 اقسام دول اقدر اعمل report بشكل انا عايز فتعال نبدأ اول حاجة مثلا تعال نجرب نعمل report بالcity عايز اشوف ببيعات كل مدينة من السبع مدن الموجودين في الجدول فعشان اعمل كده هاخد city هي موجودة هنا اهو هاخد city ويا اما اعمل check زي ما انت شايف كده اعمل check على طول راحت احنا قلنا عشان هي text data type بتاع city is text فايه راحت بشكل تلقائي على المكان بتاع rose صح لو عدناهم يطلعوا كم واحدة هيطلعوا سبعة لو انت اخترت هنا زي ما اتفقنا كانوا كم line هتلاقيهم خمس تلاف ايه وتسعمائة تسعة وعشرين line تقريبا فهو راح اختار ايه خد بعمل unique list باسامي المودون اللي موجودة في database بتاعتك دي اول ايه اول خطو يبقى انا لو عملت الكلام ده خدت ال city اضط في column هعمل نفس الكلام بردو بس بالعرض هطلع لك ايه زي ما انت شايف بالعرض لكن بردو unique list نفس اللي عمل هنا هو اللي عمل هنا من غير اي اختلاف فخلينا في rose طبعا شكل report احلى وهي موجودة في rose الخطوة اللي بعد كده انا عايز اعمل تحليل زي ما قلنا او اعمل تقرير للم بيع اتفهم احتاج اجيب الكلام بتاع sales زي ما اتفقنا ممكن اعمل check عليها على طول ممكن اعمل كده هيحصل في ايه هيروح ديركلي يروح في ايه في ال values وهتلاقي column جديد اسمه sum of sales وكل اللي عمله ما هو الا aggregation عمل تجميع والتجميع ده تم عن طريق function sum كأنه عمل بالزبط كأنك بتعمل sum ifs على ال excel environment العادية فجي جمع لك كل مبيعات الطايف حطيها لك في line واحد كل مبيعات الدمام في line واحد كون مبيعات جدة مدينة مكة وهكذا وعملك الإجمالي العام او grand total موجود تحت في الآخر طيب يبقى ده كده ايه ازي ما اتفقنا ال default لما بحط number جوه ال values بيعمل aggregation والaggregation ال default بتاعه بيكون sum عشان ده number طيب انا مش عايز sum عايز حاجة تانية مفيش مشكلة ممكن اقف على fields هنا اختار يعني ال column ده نفسه اختار ايسال منه واعمل right click وهتروح على sum value buy ومدي لك ايه كذا option count average max من زي ما انت عايز فليكن مثلا count فانتحول بدل مكان اجمالي المبيعات تحول number of transactions cam number of lines بالتالي ظهر كم يعني الطايف زراد في كم line دمام زراد في كم line وهكذا طبعا يفضل sum of sales في الوقت الحالي مفيش مشكلة خد بقى لك ده ممكن تعملها مرتين يعني انا ممكن اخد sum of sales ده ممكن اخد sales تاني وحطها مرة كمان ادي لك نفس نتيجة بالزبط لكن ممكن بقى الوقت اغير وقوله لا انا عايز المرة دي لو سمحت summarize value by count فكده عندك التقرير بقى في اجمال البيع واي عادة الترانزاكشنز اللي حصلت في كل مدينة من المدل طبعا زي ما انت شايف الارقام شكلها مفركش فمحتاجين نعملها number formatting الناس كلها بتعمل ايه بتختار الrange ده كله ويما يروح على الحتة بتاعة الhome عند numbers ويختار بقى ايه يختار من هنا number format وده بيبقى زي formatting للcell يعني عمل format للrange ده الprivate table ازرف من كده يعني انت لو عملت كده تعال نجرب نعمل مع بعض مثلا ناخد والله دي اعملها currency مثلا فتمام وده كنا عايزين دي معاها حاضر اهو قاعد currency خلاص عملها currency الامور تمام طب افرض انا زودت في الريبورت شوية فجيت مثلا ايه قلت له والله انا عايز كمان city وعايز channel فجيت حطيت channel تحت city مثلا او فوق city خليها فوق city فبقى عندي door to door وبقى عندي ايه زي ما انت شايف كده ايه مش كل المش معاك مظبوط ليه لاني كنت عامل formatting للcells لكن لو رجعت عملت undo ورجعت المنظر الاصلي خالص قبل formatting ده وعملت number format غير cell format في cell format في number format لقلت number format واختارت currency من هنا في هذه الحالة وقلت بلاش the same places الحالة دي الfield كله خذ بالك مختار cell واحدة هو عمل column كله الfield كله اللي اسم sum of sales بقى على طول ماشي معايا number format ده فلو زودت بقى حاجة زي channel قلنا نحطها فوق هتلاقي ايه جاي معاك مظبوط طبعا دي تيب صغيرة بس ايه هتساعدك شوية بدل ما تقعد كل شوية تقول لا انا كبرت الريبوت وصغرت وما ايه ومحتاج انزل تحت وظبط cell formatting والحاجات دي فدي ايه بسيط طيب احنا زي ما اتفقنا قلنا قلنا انه زي ما عملنا unique list بالcity ممكن نعمل unique list بالchannel نفس الكلام اربع حاجات اهم وممكن تبقى unique list multi layer فلو خدت زي ما عملنا دلوقتي الcity تحت channel هيبقى عندي دور to door وعندي key account وعندي retail وكذا كل واحدة من دول في الاخر الكلام كله على بعضه ازا unique list حتى لو انا شايف تكترار هنا بس الكلام جوه دور to door غير الكلام بتاعت key account وهكذا فاستيل بيعمل برضو موضوع unique list ده شغال ولكن يعتبر في الحالة دي لو انا مختار اكتر من من column في الحتة تاعة rose يعتبر شغال معايا multi-level او multi-layer unique list فده كده ايه ده بالنسبة لموضوع انشاء وتصميم الجداول طب تعال نشوف مثلا موضوع خيان نكمل ناخد موضوع الفلتر لو انا جيت خط الdate وحطيت على الحتة بتاعة الفلتر هتلاقي عمال لك زين ده ومتكلم عنه حاجة اسمها top لها من يوم 1 ل31 يناير 2018 وقدر اختار اليوم اللي انا عايز فلو اخترت يوم اثنين الريبورت بتاعي كله هيبقى باصص على يوم اثنين تعال نحط الستي في الكلوم علشان يبقى الريبورت او اسف ممكن نعكس خلي الشانل كده يبقى الريبورت اسهل ان احنا نتفرج عليه فطبعا انت شايف موضوع بسيط جدا انا ايه مجرد بضغ ادروب بجيب حاجة من هنا الريبورت بتاعه شكل بتغير على طول وزي ما انت شايف انه ايه انه النامبر المتكمل معاك رغم ان انت اختارت سلز مختلف طيب الوقت انا اختار يوم اثنين واحد اختار اختار من date بختار select multiple items و بعلم على التواريخ اللي انا عايزها فبيدي لك multiple items مشكلتها ان انت هتبقاش عارف ايه ال items المختارة غير لما تفتح لو انت واقف كده multiple items ممكن بأي حاجة فانت مش عارف ايه ده عشان كده انا بفضل برضو في ال بي نشتغل بسليسر او في حاجة تانية اسمها timeline يعني او انت واقف على pivot table analyze هتلاقي في insert slicer بالضبط اخو بتاع ال table بس هشتغل على pivot table المرة وفي حاجة اسمها timeline ده بس بيشتغل مع field بتاع date شبه التاني يعني مش لدي نفتحه دلوقتي هنجيله برضو later في حتة ما لكن نفس فكرة ان انا بعمل filtration على days بس بشكل visual ده كده بسرعة موضوع بتاع ان انا انشئ pivot table وديله اسم وديزاين ال table عن طريق ان انا اختار drag و drop في الاربع اقسام دول تعال ان بص على design وزي ما انت انتفقنا نفس الفكرة عندي light medium dark ممكن اختار حاجة لطيفة تبقى ممكن على فكرة اشيد خالص يعني ممكن non دي تقريبا مفيش يعني almost مش حاجة خالص وممكن اعمل custom انا كنت اجربه انا اعمل custom برضو نفس الكلام new pivot table style وهتبدأ تمشي على section section وتعمله الفرمات بتاعه وتديله اسم وانا زي ما انت شاهف اعمل ايه حاجة كده كده كنت تسميها اعتقد مش عارف blue haider او حاجة زي كده section التاني في نفس الحاجات اللي كانت موجودة برضو اللي هو موضوع ان انا اعمل banded rows او ان انا اعمل banded columns ممكن لاثنين بس يبقى زحمة قوي فاخترلك حاجة فيهم حسب انت محتاج من فيهم الجزء الاخير اللي هو layout وده لحد ما مهم خليني ارجع احط channel تاني في rose وخلين نبص على المنظر بالشكل ده وبلاش banded rows دي عام لها زحمة وتعال نبص على section ده اهم حاجة هنا report layout عندي 3 انواع من report layout compact format ده حاجة شايفه اللي انت شايفه قدامك ده compact format وده default لما انت تشتغل على طول بيديك المنظر ده فيه التاني اظرف شوية اسمه layout format خد بك هنا كتب لك حاجة اسمها row label لان انت عندك هنا في two levels door to door دي في channel وده موجودة في column اللي اسمه city فهنا كتب لك رو labels حاجة مش مفهومة كده او مش معبرة عن الدنيا فدمها اخف شوية في واحدة تانية شبهها شوية اسمها tabler form بتدي لك نفس impact لكن default بتاعها ان subtotal موجود تحت يعني انت هنا في outline subtotal موجود فوق زي ما انت شايف اهو خلينا اختر out تاني فهتلاقي subtotal هنا بين اهو كان موجود فوق فده اسمه ايه زي ما انا افضل دايما ان اشتغل على outline report outline style layout اسمه outline عشان ابقى شايف الcolumns موجودة قداني هنا بدل ما اكتب لي الكلمة الاسمها row label دي ملهاش اي معنى ولا مفيدة في اي حاجة ممكن بعض الoptions موجودة هنا اعمل insert blank lines فلو عملت كده هعمل لك فاصل نكمل وهكذا لغاية الاخر ممكن كمان اقول له remove من نفس المكان ممكن من او اقول له repeat all items لو انا عايز دوت دوت الكرر معايا لغاية الاخر ممكن اعمل كده او 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 اعتقد ما لازم قوي فممكن اشيلها كمان موضوع sub totals ممكن اتحكم في do not show sub totals خالص اشيلها خالص ممكن اقول له خليها at the bottom ممكن اخليها at the top زي ما انت عايز او grand total ممكن اقول له يعني لو اعتقدت ال city او channel في column بيطلع عندك grand total في اتجاهين ممكن اقول له لا والله هي مش عايزهم خالص off rows and columns او لا اعايزها في بعض في rows او في columns وحدها زي ما يكون مفيد بالنسبة للreport فطبعا في حالتنا دي الاحسن يكون موجود في الاثنين في rows وفي columns فده كده يعني سريعا ازاي ممكن تعمل pivot table وزاي ممكن تنافيجيت through pivot table وتعمل شوية layout سريع وnumber formatting والحاجات الخفيفة الموضوع اللي بعد كده موضوع refresh and update وحنبص فيه على كام حاجة انت ازاي تتغير value لو انت غيرت قيمة جوه pivot table الحاجة التانية ازاي تتغير pivot table ممكن تعمل منه اكتر من نسخة الحاجة التانية انك تغير column header او تزود او تغير column والحاجة الاخيرة انك تقدي more rows وبعد كده استخدم ازاي named ranges مع pivot tables واخر حاجة استخدمه ازاي مع excel table اول نقطة بتاعة refresh update طبعا انت لو غيرت قيمة قيمة original data set اللي احنا يعني زي ما احنا كنا شغلين دلوقتي الtable الاصلي بتاعك لو غيرت في اي قيمة مش هتلاقيها بترفلكت بشكل مباشر جوه pivot table محتاج الاول تعمل refresh لو عملتش refresh pivot table فعمرك ما هتشوف impact تعمل منه موضوع refresh الحاجة التانية لو انت عايز تعمل اكتر من version لل report يعني احنا عادا نقلف report مرة 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 بالشانل ممكن نعمله حاجة تانية او حاجة تالتة افر انت محتاج منهم يعني عايز ده وعايز ده فمحتاج انك تاخد كذا version من نفس pivot table فممكن تكارية في اللقطة الجاية على طول لو انت عامل grouping لبعض الحاجات هيخدها معا بنفس الطريقة وبس هتغير layout ويبقى انت كده ايه وفرت على نفسك شوية وقت وانت شغال الحاجة التانية لو انت غيرت لو انت زودت column جديد فانت ما قدماكش فرصة خالص ان ده يسمع في ارقام بتاعتك انك تروح تعمل حاجة اسمها change data source وإلا مش هتعرف يسمع معاك في report بتاعك وده مش هيتم غير عن طريق انك تروح الprivate table analyze ribbon وتختار change data source وتختار معاك column الجديد ضمن range بتاعك مش هتغل تعمل refresh خلاص طالما زودت data source هو بrefresh توحد automatic لكن لو غيرت data تاني هيتطار تعمل refresh لكن لو انت غيرت اسم header بتاع column مش هتحتاج ان تزود range بس لو انت كنت باني report already هيبقى الcolum هيختفي من report لانه هيظهر باسم تاني هيظهر باسم جديد وبالتالي محتاج تختاره مرة تانية وتحطه في report بتاعك وحنشوف ها مع بعض في المثال الجاي لو انت بتزود روز يعني انت عايز زود حجم مثلا انت كنت عامل شهر يناير في المثال بتاع عايز احط تحت شهر فبراير فبنفس الطريقة برضو محتاج اعمل change data source محتاج اروح اختار data source مختلف او ازود data source بتاعتي عشان تانكلود الشهر الجديد او ممكن تستخدم طريقة تانية ان تسمي range تديله اسم تاخد واتكبره شوية عشان تانكلود برضو cells الجديدة طبعا الاحسن من ده كله من كل احنا قلناه في القصة دي ان انا اكون حاط data بتاعتي جوة table وزي ما شفنا table هي expand بشكل automatic ولو انا باني pivot table على table فالواحده هياخد معايا data جديدة وهيبقى مطلوب منك بس انك تعمل refresh وده مقارنة ما بين لو انت شغال على range عادي وعملت اي action من دول هتعمل ايه في الexcel table او هتعمل ايه في named range فمثلا لو انت بتadd new column زي بقولك محتاج تتشينج data source بس في الexcel table محتاج بس انك refresh هياخد معاك data الجديدة وهكذا في الاربع مناسبات دول الفرق بينهم هتعمل ازاي طيب تعال بسرعة نفس ال data set اللي احنا كنا عاملينها اسمحوا يا هشيل الكلوم ده ونعمله تاني مع بعض واحنا شغالين تقريبا نفس ال data set تعال بسرعة نعمل pivot table احنا قلنا خلاص هختار a cell alt n v و بعد كده t ادي اختار range existing worksheet وزي ما تفعل عدده اسم برضو هسمي ده table في sheet جديدة ممكن عادي اسمي نفس الاسم sales report وتعال نعمل report سريع ادي revenue نحط في values و ادي city في rows و channel في columns ادي نفس report كنا عملينه right click number format currency مش بحتاجين decimal places ادي اصرع report لل sales طيب تعال نغير value هنا وليكن مثلا 182 انا هزود عليها واحد وصفار كتير بقت 100 مليون بين حاجة زي كده لو جيت هنا لم يحصل لش حاجة عشان refresh زي ما قلنا لازم right click و refresh او من pivot table analyze عندي زي اسم refresh او لو انت بتحب عملت refresh وساعت ادي يشوف ادي جدة هو ال line ده كان موجود في جدة فظهر فيها الرقم الكبير او 100 مليون ده ما كان ش ظهر قبل كده refresh ده ممكن تعمله على فكرة undo يعني ممكن control z بي undo refresh وcontrol z تانية بي undo ال action اللي كنا عامله في السل الصفرة دي فان طبعا يعني 100 مليون ده كان رقم كده خرافي عشان نجرب نشوف البتاع مع بعض طيب تعال نحاول نغير اسم revenue ده ونخلي بدأ revenue ونسميه sales بدأ كلمة revenue ونسميها sales ودوس enter طبعا ما حصل شي حاجة ال pivot table مش حاس بأي حاجة خالص لكن لو عملت refresh ب alt F5 مثلا هتلاقي اختفى كل الارقام والpivot table راح منها كلمة revenue وزار كلمة sales فمضطر اختارها تاني وقادي كمان ايه اعتبر column وديد خالص فحتى number formatting بتاعه راح فمضطر برضو ان انا اعيد number formatting تاني فده لو انا حبيت اغير column header لو حبيت اضيف column وتعال نجمل دي مع بعض ان نقول له مثلا انا اريد discounted sales وليكن نفس الكلام انا اريد 10% discount فحضرب في point nine ومحتاج اكابي لحد الاخر وممكن استلف formatting من column اللي جنبه عشان ما نقوم نعمل كتير نستلف formatting من column اللي جنبه على طول طبعا هنا pv table list لمشاف اي حاجة خالص لمشاف اي حاجة ما انت عملتها دي فعشان ازود المعلومة الجديدة دي محتاج اروح على pivot table analyze هتلاقي في حت data دي حاجة اسمها change source وبعدين ابدأ اختار بقى يدوي اختار من اول column الجديد لغاية الاخر خالص ممكن بشفت مع control وال اسهم فعشان يجب لك حدود data كلها مرة واحدة وساعتها الوقت هتلاقي ايه ضفلك بقى خلاص طبعا انا عايزة رجع تاني بص على pivot table list هتلاقي ضفلك ادي هنا حاجة اسمها discounted sales وساعتها ممكن بقى اشيل sum of sales ده وحط مكانه دي discounted sales بس برضو هتحتاج تعمل number formatting يبقى انت عشان تضيف معلومة ازا ما انت شايف اتطريت ان انت تعمل change data source عشان تضيف الكلوم الجديد طيب اذا انت عايز بقى تضيف شهر جديد وليكن مثلا ايه شهر فبراير عندي معلومات شهر فبراير هنا فنفس الformat طبعا نفس الى out بالزبط نفس الcolum مش من المسميات كده هاخد copy همشو من المسميات هاجي من تحت الheader من اول line 2 يعني وهاخد copy منها كلها اعلم عليها كلها ctrl c واروح على المكان الاصلي بتاعة data وانزل تحت على اخر اول line فاضي ctrl c ctrl v تمام طبعا ايه اخد بالك ان كمان محتاج اcopy المعادلة لان المعادلة لازم تكمل تحت عشان الكلوم يبقى كامل فهضطر ان انا انزل لغاية الاخر واطلع اختار كده اول واحدة ctrl d عشان يعمل copy تحت هاجي بعد كده هنا وحرف مش حاجة لاني محتاج برضو ارجع وقاله لو سمحت روح على pivot table analyze وقاله change data source وروح اختار كل range كل حد الاخر او البديل عشان ما اعملش الكلام ده ممكن وانا اسم الtable وليكن مثلا january and february sales ادي اسم منين ال name bar على الشمال ال name box اختار range اقف هنا اعلم عديم الازرق واكتب اللي انا عايزه حدود الاسم او من الريبن الفومولا حروح على حاجة اسمها define name واختار هو الوحد وانا شايف range اهو حدود اسم هو اخد انا واقف على sell اكتف اسمها retail بس انا مش اسمي ريتيل ولا حاجة انا اسمي jan مثلا under fab under sales مثلا حاجة زي كده يبقى فاهم من مبيعات يناير وفبراير وممكن كمان اتنفعني ctrl c تمام وقول ok وبعدين ايجي على pay for table اختاره واروح اقول لو سمحت انا sales وقول اوكي هو اخد معي الشهر الجديد لو انت مش هس خفية ممكن نجرب مع بعض حط ها في filter وتعال scroll down هتلاقي dates جديدة دخلت وممكن تختار ايوم في فبراير هتلاقي الدنيا شغالة فده كده لو انت حضرتك عايز تستخدم اسم range جو من change data source شبه window بتاعة creation of table هتحط الاسم range لحرارك عايزه طيب اخر حاجة لو انا بقى ايه الموضوع يشتغل ازاي لو انا اشغال على table تعال نشوفها في الحتة بتاعة all sales ده نفس data بتاعتك برضو بتاعة 2018 بس انا اعمل منها copy تانية وتعال المرة دي بقى نحول ده الى table وقلنا دي الموضوع سهل قوي هقول control بس اجيان خلييني اشيل discounted revenue ده ونضيف مع بعض وانا مختار ال data cell اي cell جوا data range هقول control t فالواحد عارف ان ده range انا عايزه وانا انا محتاج headers وحقول له ok وفي الحالة دي خليين نسمي ده all sales مثلا اسم ال table all sales واتعالا نعمل عليه pivot table ممكن بال shortcut وممكن من table design هو الواحد قال لك انت ممكن summarize with pivot table في كذا مكان موجودة نختار اي واحدة فيهم فعلى طول عمل قال لك والله ده سيبقى based على all sales ونفس الكلام existing gog sheet وتعالا نختار مثلا i 5 ولا 6 وندوس على ok pivot table 3 سمي بقى new sales اي حاجة new sales report بس انا مصر اسميه زي ما قلت لكم وضوء مهم وتعالا نعمل نعمل report برضو بسرعة انا هاخد نفس كلام channel في rose city في column وrevenue في value number format بسرعة برضو في حاجات معاينة كده يعني مش حعرف اشتغل لما اعملها يعني زي number formatting والحاجات دي يعني خلاص بقت عادة وفهم يعني نستحمله معايا شوية طيب تعالا نجرب ان انا اعمل موضوع اضافة اضافة column ده ونشوف ايه اللي حيث في الحالة دي قلنا ده هنسمي discounted revenue نفس اللي عملنا هناك وقلنا هنضرب ده في point nine لوحد وحيقول لي انت ممكن تكبر ال ايه الت overwrite فأنا هنا مش محتاج اعمل حاجة اكتر من اعمل refresh لو قفت هنا وقلت refresh هتلاقي ظهر عندك column الجديد ممكن احط تعال نشيل city من column ونحط this discount تبقى عندك اهو الرقمين موجودين ونحتاج اعمل change data source لان موجود جوه جوه table كل محتاج اعمله بس ان اعمل number formatting تعال كمان نجرب نجيب في فبراير نفس الكلام انا اختارها ctrl c وروح على table او line تحت خالص ctrl v حصل حاجتين table كبر وكمان formula كبر لوحده وحسب لوحده و pivot table نفس الكلام اعمل refresh دخل معي ارقام جديدة وبنفس المبدأ لو حطيت date جوه الفلتر هتلاقي عندك هنا بقى january وfebruary 2 مع بعض وطبعا ده انا رأي من افضل مزايا موضوع tables ان انت مش محتاج ان 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 كل شوية update change وبتاعة وبتقلل الاخطاء وبتخلي الدنيا ضريفة جدا في بزيت انت شغال مع pivot tables ده كده موضوع بتاع update والrefresh والقصة الزريفة الجزء اللي بعد كده الموضوع grouping برضو انا مش حايز اطول في the slides هايز نروح على طول نعمله هم حاجتين اللي هنبص عليهم ان انا اعمل group data fields او group text fields ايه فايت موضوع الgrouping ده قصة grouping فايتها ان انت ممكن عن طريق الgrouping تعمل analysis او تبص على data بأشكال مش موجودة اصلا في data الاصلية مثال ان لو عندي column في date زي ما شفت الاسلام عليها دي لو عندي column في date اقدر اشوف ه بالشهر وبالسنة وبالكورتر من غير ما تكون عندي اساسا columns فيها القصة دي فبتساعدك ان 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 تكبر حجم الفائلات بتاعتك ان ان تشوف data بأشكال مختلفة الاسسل 2016 وانت طالع بما فيهم 365 طبعا date والtime grouping بيحصل بشكل automatic يعني انت الsettings بتاعت الاسسل او ما بتحط date او time جوه الرows automatic بيعمل لها grouping لكن بيدي لك فرصة ان تتحكم في grouping ده ونشوف ازاي دلوقتي حالا كمان ممكن تلغي function دي اللي عايزين نتكلم عليها انت كمان ممكن تعمل grouping لتكست fields يعني مثلا في الحالة اللي احنا شفتنا دي عندنا 4 channels لو قلنا مثلا channels دي ممكن حاجات فيها direct و indirect فانا ممكن اعمل تأسيم من pivot table نفسه مش محتاج ان ازودها على original data وده بره زين بقول لك هيقلل helper columns اسمه pivot grouping fields فأول هم two tabs وانا اسمها date groups ولمطلوب مني ان انا نفس الكلام اعمل sales report نفس data تقريبا ان نكون شعرين فيها المرتين اللي فاتوا بس عايز اشوفها بالmonth والquarter والyear فبرضو هعمل pivot table alt alt اعمل nv t we existing worksheet ما فيش اي مشكلة وتعا نديلو اسم sales by quarter مثلا طيب revenue في الvalues طبيعيا انا اريد اعمل sales report right click و number format وتعالى اول حاجة نعملها ناخد date ونحطه في الroze طبعا انت اخد بالك هو انت زي ما اتفعنا انت بتحط اي حاجة في الvalue ويجمع انا مش مديله الكريتير يجمع بها فحط grand total يعني اي حاجة تحط له في الvalue هو الراجل numbers هيجمع على طول aggregation جمع تحط له حاجة تانية text اي بقى aggregation بس ايه هيبقى account طيب تعالى ناخد حاجة زي date ونحطها في الroze زي ما انت شايف قبل ما احطها date اهو مجرد dates ما عنديش تقسيمات هو مجرد تاريخ فلو خدت date وحطه في الroze هو quarters ولو فتحت quarter متقسم شهور والأيام اختفت وحقول لك اختفت دلوقتي حالا وواحد وعشرين نفس الكلام خد بالك لو عايز تعمل expand كله مرة واحدة من pivot table analyze لو رحت على plus دي ودست كده عليها حيعمل لك expand للفيلد كله فexpand ده وست سنين وبعدين اختار quarters وplus تانية فأعمل طيب ازاي بقصة الgrouping دي تعال اول ما عملنا grouping هتلاقي على جوة pivot table fields هتلاقي زاد حاجة اسمها quarters وحاجة اسمها years ممكن تعتبر دول ايه ممكن تعتبر هم virtual column هو عمل column افتراضي سمه quarter وcolumn اسمه year طفين الشهر الشهر هو ما زودوش هو حول الdate ده خليك تشوف وحطوهم الواحد automatic في الرو يعني من غير ما حد يطلب منه اي حاجة هو الراجل الواحد وتطوع وحطوه منا في الرو فبقاير اللي يتمثل السنة وquarter وdate اللي يتمثل الشهر رغم انا ما قلت لوش انا عايز اخفي الdate بس هو ايه قال لك لا انت شغلك كده مش حتاج الايام احنا بنعمل ايام ايه وكلام فرغ ايه انا هخلي لك شهر وquarter واسنة طب لو انا مش عجبني وعايز تحكم في الكلام ده مفيش مشكلة وانت واقف على ال ممكن تعمل رؤية كليك وحتاج اسمها grouping او نفس الكلام من في section اسم grouping فمثلا اختار group field ده هيفتح لك الويندو ده الويندو ده منه وتختار انت عايز تعمل grouping ده لو انت عايز تحتفظ بال days فاختار days هو طبعا الازرق ده اللهم اختار فلو انت اخترت الاختيارات دي اختار مثلا days بس تاني رجعت على days تاني كأنك عملت ungroup لا انا عايز days وعايز month وعايز quarter وعايز years ودوس اوكي في الحالة دي زود field سماها month ورجع لك الايام بتاعتك ايه اللي كان خدها منك دي رجعها لك تاني وقال لك خذ يا عم الايام اه انت شكلك محتاجها فبالتالي عندك date اللي هو الاصلي بتاعك وايه الهيارك اللي موجود فوقي month quarter year طب عايز اغير منه حاجات براحتك عايز اخلي مثلا والله مش محتاج the quarters محتاج بس ومش محتاج the day محتاج month year بس مفيش مشكلة هتغير في الحرارك زي ما انت عايز لو خدت copy من data دي في اي مكان احنا مش رفتش ال copy المرة اللي فات بس هنشوف ها دلوقتي هيبقى معاك grouping اللي انت حضرتك عمله بنفس الطريقة بالضبط فده كده باختصار طب هل ممكن نعمل groups تانية right click group ممكن تقوله والله انا مش عايز اي حاجة من دول انا عايز days بس بس تكون مختار days بس وتقوله بعادة الايام فممكن نعمل مثلا سبع ايام يعني كانوا اسبوع number of days سبعة فهيعملك report بتاعك كل سبع ايام من اول ايه التاريخ لحد اول تاريخ لحد نهاية التاريخ خالص بس طبعا يعني اعتقد الاكثر استخداما هيبقى في اطار الشهر والquarter والسنة طبعا اطريوه بتعمل اللي انت عايزه بتعمل ungroup طبعا لو انت عايز تلغي ده خالص انت ما عنيش مشكلة انت لو وقفت right click هتلاقي عندك ungroup بتلغي grouping خالص او برضو نفس الكلام من table analyze عندك هنا ungroup بتلغي خالص او ترجع تعمل group تاني وتختار الشكل grouping اللي انت عايز وزي ما اتفقنا انت على فكرة كمان لو الكلوم ده في time هو الكلوم ده احنا مش حطين فيه days فلو في time ممكن تعمل grouping seconds seconds و minutes وكل الحاجات اللي موجودة فوق دي بس احنا مش حطين ما فيش time فيه date يعني بس طبعا اشهر grouping الشهر او الشهر والسنة لو بتحب quarters او محتاجها هتعمل quarters وهكذا ماشي الحال طيب الحاجة التانية اللي انا اعمل grouping للتكست زي ما انت شايف كده انا عندي اربع channels door to door retail whole sale key accounts فانا بيقول والله door to door retail مع بعض ممكن نسميهم direct والwhole sale مع key accounts هسميهم indirect ولو رجعت لتاعتك الاصلية اللي موجودة هنا مش هتلاقي خالص حاجة من الكلام ده يعني ما فيش احيات تتكلم على indirect ولا direct ولا حاجة وعايز اعمل الكلام ده باستخدام pivot table فممكن تعال نبدأ زي بدء كده ناخد copy من pivot table ولو علمت عليه او F تفق اي حتى وcontrol A برضو علمت عليه ctrl c علمت عليه مش حاجة وحشة اعني select يعني مش قصدي علمت عليه ان انا علمت عليه يعني ctrl c واروح على text groups واجي على copy pivot table دي تحت تحت حاجة ماشية بشكل تمام تعال نحط نشيل الير مثلا نحطها في filter sorry خلينا ننزل تحت شوية عشان الفلتر عايز مكان فهنحط الير في filter مثلا وشيل ده خالص مش محتاج ديت دلوقتي وتعال ناخد channel اللي احنا نحطها في الروز فبقى عندي مجرد بس غيرت حاجات بسيطة نفس pivot table بنفس formatting بنفس grouping لكن خدت منه copy وغيرت شكله شوية وقلنا زي ما اتفقنا احنا عايزين دور مع retail دول عايزين نسميهم direct فلو اخترت اول واحدة ودست control واخترت التانية وright click وقلت له group او من pivot table analyze اقول له group selection لو عملت كده هتلاقي لوحد وعمال لي حاجة اسمها group one اضعهم تحت بعض وسمى لي حاجة اسمها group one ولو روحت على table fields هتلاقي ظهر عندك حاجة اسمها channel two channel two اللي هي لاننا كنت شغال على channel اللي هي موجودة فوق channel فعمل منها نسخة تانية سمها channel two level تاني سمها channel two وسب لي key account و wholesale مش معملهم grouping او منفصلين لو عايز هما كمان عملهم grouping ممكن اختار هم كلهم واعمل right click واقول هما كمان لو سمحت اعملي group فبقى هما الاثنين group one and group two group one انا واقف هنا مفيش مشكلة هتدي اسم على طول ونحن قلنا اول ده هنسمي direct والتاني هنسمي indirect وقادي كده عندي ده نقصة n نديها واحدة indirect وقادي عندي ايه تأسيمة مكدتش موجودة ولو روحت هنا channel two اسمها مضايقني انا عندي channel وchannel two دي حاجة مليهاش معنى فلو عايز اغيرها قدر اغيرها فاختار واحدة من two new يعني اختار اما direct اما indirect لو groups الجديد اللي or indirect مثلا وقلت له ايه والله enter هتلاقي ايه انه مسمى لك هنا حتى ارجع ال pivot table fields هتلاقي اسمها direct indirect وبيتشغال معك كأنها virtual column مش موجود في data الاصلية ولكن ساعدك ان تعمل تحليل او reporting to data بشكل مختلف طيب المس الملحوظ الاخير لو انا خدت copy من table بعد ما عملنا grouping text ctrl c ورحت حطيته هنا لأي سبب من الاسباب اريد اعمل report ثاني سيجد معايا كل groups موجودة والدنيا كلها تمام ومدارك ومدارك كل حاجة لكن افرد انا ما حبيتش اعمل او انا ما اعمل وحبيت اعمل pivot table جديد من data sat يعني اريد انشئ pivot table جديد اريد 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 pivot table من table orange existing work sheet وحطه لي هنا في مكان اللي احنا لسه مسح ين وده من شوية وقلت له اوكي فكده انشئ pivot table جديد وده مثلا سميه copy with group او اي حاجة زي كده ونأخذ نفس التقسيم اضع channel ونأخذ channel ارجع اسمها channel 2 موجودة الgroup موجودة بس ارجع اسمها channel 2 فنضعها تحتها ونضع revenue و groups اضع اسم الgroup اختفى فبقيت محتاج ان ارجع تاني اقول اسمه direct و اعمل group لكن اسميها راحت فمحتاج اقول انا اريد اسم direct وارجع channel 2 اغير اسمها وسميها بردو direct indirect لان انا عملت pivot table جديد صحيح انا في data set لكن ايه ما عملتش copy لو كنت عملت copy زي ما كنا عملنا المرة اللي فاتت كان اخد اخد كل حاجة بشكل احسن عشان كده موضوع copy pivot table ساعات بيبقى حل زريف وسريع بدل ما تعيد شغل انت عملته ده كده كان على موضوع grouping of data ماشي الحتة الاخيرة او قبل الاخيرة يعني عشان نبقى fair اللي شوف value as دي feature ضريفة او في pivot tables برضو الناس كثيرين ما بتستعملهاش ركوماند انت تحاول تجربها لان فيها حاجات ضريفة قوي انت ممكن بتساعدك عانك تعمل add analysis و نسب مئوية و running totals و حاجات مش موجودة برضو في data الاصلية بمنطقة البساطة ممكن تظهرها في data بتاعتك من غير محرك تعمل اي formula او تعمل اي حاجة مجرد انت بتعمل drag and drop و right click و حاجات بسيطة خالص بتعمل ايه الحاجات دي مش عايز اتكلم كتير على الpowerpoint بس الحاجات اللي احنا هنشوف ها باستخدام value as ممكن ازود حاجة اسمها running total running total زي كده الاجمالي حتى تاريخه مثلا year to date لو انت بتحط مثلا شهر يناير في مبيعات يناير بعد شهر فبراير عايز توري في مبيعات يناير وفبراير مع بعض وبعد كده تحط شهر مارس عايز table او في نفس بتاع بوري مثلا مبيعات جدة وبعديها مبيعات الدمام يكون في مبيعات جدة والدمام مع بعض وبعد كده ازود عليهم مبيعات المدينة يبقى مدينة والدمام وهكذا فده ممكن ايه برضو بيسمو running total ممكن يبقى على time او على اي حاجة تانية كمان ممكن اوري نسبة مئوية من parent من grand total او parent يعني انت table نفسه ممكن تحول الارقام الى نسب مئوية من الاجمال العام او من اجمال ال parent كده كنا عمليين ال city وتحتها channel او العكس ممكن اخلي الاجمال من subtotal او النسبة من subtotal بدل الاجمال العام ممكن اجيب فرق ما بين الشهر ده والشهر اللي اجيب نسبة الفرق وممكن اعمل عملية ايه ترتيب او ranking يعني اشوف مين الاول وفي الثاني فتات فالرابع وهكذا دول يمكن الخمس حاجات اللي انا اعايز اوريكم في show value as وهنا برضو الجزء النظري مش هستكلم عليه لانه حنعمله الوقت حانا عملي كل حاجة منهم running total كل واحدة نتكلم بزبط دي detail اصلية ان شاء الله هتبقى سهلة يعني دي detail اصلية وهناخد منها AP في table وحنمش نعمل اربع حاجات اللي قلنا مدول مع بعض فبنفس الكلام alt n v عشان shortcut وبعد كده t وبعدين اهو عارف range الواحد existing work sheet location هروح على table ال sheet running total وتعال نحطها هنا وليكن هنا مثلا و ok وتعال نختار المرة دي تعال نشتغل على dates فحط dates في الروز زي ما انت شايف لوحد عمل grouping انا مش عايز quarters ومش عايز years خليها بس شهور ناخد years نحط ها في filters ونختار سنة واحدة عشان ما يجمعش سنتين على بعض هتبقى حاجة مش صح يعني وتعال ناخد discounted revenue مثلا نحطه في value ونعمله number format وقادي شكل pivot table طب انا عايز جانواري بقى 142 الف وfebruary 143 الف وهكذا الغاية الاجمالي مليون ونص تقريبا عايز فبراير يبين فبراير ويناير مع بعض اعمل كده ازاي ممكن اول حاجة احنا 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 ممكن نحط مرتين فممكن اخده ثاني وحط جانبي فعمل منها copy ما عمل شيء زياد لكن المرة سأعمل right click واختار running total in هو طبعا هنا لو اختار running total in سأجد يسأل عايز running total على which field انا هنا مختار field 1 يعني labels الرو label ده في field 1 فما احنا option غير date لو كان عندي كذا level يعني مختار date channel date city كنت لازم اختار له انت عايز تجمع بوانا على city وعلى month date في الحال بتاعتنا ما فيش اختيار واحد اللي هو date فهدوس ok grand total يختفي واد هتلاقي في february بقى بيجمع running total لحد اخر السنة اخر ديسمبر هو عبارة عن اجمالي السنة كلها طبعا برضو ايه انا عندي فوبيا بتاعت number format فايه لازم نعمل number format فايدي ايه طبعا هنا في الحالة دي ال label ده مقاش شكل وظريف فممكن نغيره بأداية ما فيش مشكلة ممكن اديله انا description تاني لو افتع الهيدر واسميه مثلا ده total year to date حتى تاريخه وهنا مثلا total discounted revenue عشان متوازنة مع بعض فكده بقى عندك ايه report سريع جدا عرفت بيه التواتل وعرفت كمان حتى تاريخه كمان ممكن نسب يعني عايز تعرف كل شهر يمثل ادي ايه او يعني كل شهر community يمثل ادي ايه اضيف واحد جديد علشان ايه يبقى عندي اثنين جنب بعض right click show value as percent running total in معنديش غير date عملك نسبة ممكن ناخد نفس ال label ده بس احط قبليه percent في الوقت يناير يمثل 9% تقريبا يناير مع فبوار 19% يناير 25.8 وكذا لحد ما توصل ديسمبر معاك 100% كلها طبعا يعني ايه one click بتجيب حاجات انت بمعادلات يعني محتاج شوية صبر ومجهود وحظ كمان عشان تطلع صح ف فده اول واحدة عايزين نشوفها تاني حاجة موضوع نسبة من grand total تعال على طول ناخد copy من ده عشان ما نقعد نعيد ال pivot table تاني ونحط هنا عايزين نشوف نسبة من grand total بس ممكن نغير layout شوية انا بس فلازم ارجع اختار من pivot table الكامل بما فيه الفلتر اللي فكده هاي معك مظبوط pivot table تمام طيب فتعال نغير layout بسرعة تعال نشيل dates خالص ونحط city ونحط channel تحت city وطبعا دول ما بقاش اليوم لازمة يعني كده خلاص انت لنبا ون اي لان ده كان percent من total ويت date من date ونحط هنا لقى date مش موجود خالص فطبعا نضلك nays فسعيتها انا بس اي هشيل من هنا من pivot table من section بتاع value بس بقى عندي total discounted revenue مظبط اهو بالتأسيمة الجديدة طيب الوقت انا عايز اظهر بدل الحاجات دي عايز اظهر نسبة من الاجمال العام يعني عايز كل رقم من دول يطلع نسبة من grand total الموجود هنا من المنتقى البساطة right click show value as percent of a grand total فبقى كل السطور هنا ال 11% دي لما تجمع عليها ال 17 وال 12 وكذا هتدي 100% ولو جماعت دول جماعت الحتة دي هتدي لك 11 52 ولو جماعت المجموعة دي هتدي لك 17 62 لسا total بتاع الليفل اللي قابليها طب افرد انت عايز percent من parent يعني انا عايز 100% الطايف بقى هو في حد ذاته 100% والدور تقول لي كم في المية من الطايف والدمام تبقى لوحدها 100% والكي اكاونت اعرف هي قد ايه من الدمام مفيش مشكلة اخد برضو ايه كلون تانية منها والمراضي رايت كليك وقول يا باشا شو value as percent of row total فساعتها ادي عمل ايه بقى خلى دول مجموعهم 100% يعني ايه دور تدور 27% من مبيعات الطايف بس الطايف استلح 10% من ايه الاجمال العام فانت شوف يعني انت عمل تعمل تقسيمات للديتا وعمل طلع منها حاجات وكل الموضوع انك ايه مجرد شوية few clicks بتدوس على هنا وهنا من غير ما تعمل معادلات وتعمل حاجة خالص فأنا اعتقد موضوع ظريف وممكن ايه نركز معاه حيفيد طيب اخر واحدة الديفرنس فرم تعال نرجع ناخد كابي برضو من البيوت تيب الاولاني وتعال نروح على الديفرنس فرم والتانية دي وتعال مثلا برضو ممكن نشيل اليو ديت وال اليو ديت برسانت وتعال نشوف والله انا عايز بالوقتي اشوف كل شهر فارق ايه عن الشهر اللي قبله يعني اشوف يناير مقرارة بفبراير وهكذا نفس الكلام سأرجع تاني ااخد برضو المرض كان discounted من الاسف احط منه copy تانية و right click و برضو عندك show value as الظريفة هتلاقيها يسمى difference from فهيسألك عايز difference منين طبعا باز دي على field date ما عنديش غيره هو date بس بقى بدا يسألك عايز الbase item يبقى الشهر اللي انت فيه فبراير ولا عايز يبقى يناير ولا عايز previous انا حاوله يعني previous يعني كل شهر ارجع الشهر اللي قبله وممكن يبقى يناير بس ممكن اسبت كل التغيرات versus يناير يعني انا ممكن اخلي الاساس بتاعي يناير وكل الشهور عام ايه versus يناير او لا انا عايز show value as تاني difference from والله شهر عدة من شهر لسه جاي يعني وممكن اعمل كده برضو يعني ايه موضوع number format الظريف اللي احنا لازم تعود عليه كلنا عشان ما تزهوش مني بعد كده تبقى انتم تعالوا زي فكده ايه بقى عندك number format اهو وممكن ابينها كpercent نفس الكلام تاني هرجع اختارها مرة كمان add discounted revenue وتعالى نختار ايه نفس الكلام نقول previous من الشهر اللي قبله والمرة هتبقى ظهرة في صورة a percentage طبعا ده مش كل show value as يعني انا اخترت كام حاجة لكن انت لو ايه لو رحت بقى شوية يعني بسيت في بقية الليستة write click اهو show value as الليستة كبيرة في اخر واحدة rank احنا موضوع rank فتعالى المرة اخد copy من القصة دي ctrl c وتروح على rank ctrl v وشيل برضو كام حاجة اللي احنا عملناهم دول و تعالى برضو بلاش dates خالص وتعالى ناخد المرة product name مثلا فهتلاقي عندك list فيها 25 product فعايز تشوف بقى مين اكبر product بايع او اصغر product حتى ممكن تاخدها على quantity ممكن احط quantity واشوف اكبر مبيعات من ناحية quantity واخد منها copy تاني اهو وright click وشوف value as وممكن اقول رانك عندي بقى اختيار اما من الاصغر الاصغر او من الاصغر الاصغر فانا افضل من الاصغر الاصغر عشان لما عندك اهو بردو quantity باعت الاصغر 82 واختيار اصغر 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 انا برضو باعتبرها من الامكانيات الكويسة قوي انت ممكن لو انت بتعمل حاجات سريعة مع علما بقى انت دلوقتي عرفت ان pivot table ممكن تغير design واتختار حاجة شكلها معقول او تكستمايز حاجة لنفسك فممكن الحاجات السريعة تعملها باستخدام pivot tables وتستخدم امكانيات الموجودة show value as وكم حاجة اللي قلناها النهاردة وعندنا مثال عملي اخير ما كناش خدناه برضو فتعال نبدأ من حيث انتهينا المرة اللي فاتت اللي هو pivot table tips and tricks هم في الواقع اربع حاجات او اكشوية ثلاث حاجات بس ان احنا حاجة اسمها drill down option واعتقد يعني سهلة وبسيطة ومكتبائيس كتير عارفها وتاني حاجة feed list sort and search واخر حاجة show and hide buttons مفيش اكتر من التابل ده اللي انا حطه قدامك علشان بحاول اشرح شوية مقصود بكل واحدة من دول drill down option باختصار انت لو عايز تعرف تفاصيل اي رقم طاللك في ال pivot table لو مثلا انت بتعمل زي ما كنا عمال المرة فات مثلا تقارير المبيعات وتقارير المبيعات ده طلع منه سمري بيقول مثلا مبيعات مدينة معينة وانت طالعك رقم اجمالي وانت متأكد من الرقم او عايز تتأكد منه او عايز تراجع عليه ففي طريقة ان انت تجيب كل المكونات بتاعة الرقم ده من داخل ال pivot table بشكل سريع جدا هنشوفها مع بعض الحاجة التانية ال field list اللي هي ال box اللي كان بيطلع فيه اسامي ال fields عشان اكون مليان columns فهيبقى ايه صعب عليك انك تبعو تسكرول down وup فمتدي لك حاجة تسيرش بيها وتسهل عليك الدنيا الحاجة الاخيرة او الحاجة قبل الاخيرة الزراير اللي موجودة في ال pivot table وساعات برضو بتكون مزعجة للناس خصوصا لو انت يعني ايه عايز تطبع او انت عايز تحط في powerpoint تاخد copy على powerpoint او عايز تدي لحد يشتغل بي لكن مش عايز يغير اللي out بتاعك ففي زراير كاتب على شمال ال field او موجودة في top بتاع report في طريقة انت تخفيها فدي برضو تخلي اللي out بتاعك شكله احسن لو للطباعة او لاستخدام من اي حد من الزمل والحاجة الاخيرة ال pivot table بيعمل auto fit للكولوم width لما بتعمل update وده سعب يكون موزعك برضو انت مظبط لعاوات معين printing معين تيجي تعمل update لل pivot table تلاقي اللاوات بتاعك ده تغير ففي طريقة ان انت تطفي ال option ده وتشتغل بشكل يدوي تصبيت ال column width فطبعا ايه برضو تسهل عليك اسامي المنتجات بس المراضي فيه category للمنتج يعني بس اسمه كمان عاملين categorization للمنتجات والquantity والsales وفي discount وفي net sales فتعال نشوف مثلا ده pivot table المبني على ال data ده ال table اللي اسمها drill down فحتلاقي quarter report بالcategory واسامي المنتجات زي ما انت شايف دي مبيعات اهو كل ربع وهنا ده category وهنا بنبص على road bikes category اسمه bikes مبيعات تقضي لك احنا كنتشغلين في الشركة بديها دراجات ففي category اسمه bikes وفي عندك حاجة اسمها road bikes وعندك ادي المبيعات الربع السنوية وولياتكم مثلا الربع الرابع عامل 84 الف وحنا حاسين ده رقم يعني مش ايه مش فاهمين او عايزين نشوف التفاصيل بتاعته بمجرد ما تعمل double click على السل دي هتلاقي زي ما انت شايف كده فتح لك sheet جديدة ويندو جديدة خالص ويجاب لك drill down او تفاصيل كل حاجة متعلقة بالموضوع ده game name الرقم اللي حضرتك شايفه في report ولو بصيت هتلاقي ما فيش product name غير road bike وما فيش category غير bikes والتاريخ برضو طبعا الربع الأخير بس اللي هو quarter four October November December ده selection انت كنت مختار منه او double click واده بقى transactions كلها ادي رقم البيع quantity ومبلغ البيع والdiscount واصافي البيع وتقدر بقى تفحص كل رقم فيهم وتشوف لو انت عندك فيها مشاكل او اي حاجة فدي كانت حاجة سريعة كده عشان تقدر تشوف الموضوع الريبورت drill down طيب تعالي نروح على الoption التاني او على ال tip التانية متعلقة بالقصة دي بقصة ال pivot table اللي اسمها field search and sort دي شيط فضية انا عايز اعمل فيها pivot table فما فيش مشكلة هروح على insert وهروح اقوله لو سمحت انا عايز pivot table وحيطب مني انت حرك عايز من range انت عايز تعمل فيه pivot table فما فيش مشكلة من السهم ده هدوس عليه وهروح على ال data ال data كلها موجودة في sheet واحد وممكن اختار اي cell جوا ال data set بتاعتي وبعد اعمل control a فايختار ها بالكامل انت لو يعني لقيت كده بعد ال control انا عملتها دي هتلاقي هو مختار ال data بشكل مظبوط لان طبعا ال data مظبوطة مثل ما كنا بنقول proper data set ال columns كاملة مفيش حاجة موجودة على يمين او شمال table او فوقي او تحتي اللي تكون لازق فيه يعني وما عنديش blanks في النص فراح اختارها بشكل هاير وما فيش مشكلة هقول له عايز الكلام ده existing worksheet هو لوحده عشان كنت واقف هناك في sheet اسمها field list search فعرف على طول ان انا عايز اعملها هناك فهدوس على ok وعمل ال pivot table زي ما انت شايف ده field list هنا هتلاقي زرار صغير يعني box صغير ومكتوب عليه فيه علامة العدسة دي معناها search فانت ممكن هنا تسرش على طول فمسلا عايز ابدأ وانا بتكون report احط quantity فلو دوست على q سيجيب لي كل اللي بيبدأ بالq فمسلا هاختار quantity وحط في value وممكن اخذ quarters وحطها في columns كمان ممكن اعمل search خد بالك اعمل sort اسف هو default انها مترتبة حسب data الاصلية يعني هنا بدأ بالdate ومنتهي بال dates ورغاية net sales بعد كده year month ده grouping اللي اتعامل بشكل تلقائي لما عملنا table table وكنا تكلمنا عنه المرة اللي فاتت لو انت عايز تغير الترتيب ده ممكن تعمله sort alphabetical فممكن هنا sort a to z او sort in data source order فمسلا انا هقول sort a to z فكده جايلك الترتيب لكن انا وردتك ازاي انك ممكن تعمل search بشكل سريع جوه الويندو دي ودي كانت الترتيب التانية في بعد show and hide buttons ده report برضو ممكن نكبر عشان تبان احسن ده report زي ما انت شايف احنا عملين وعملين layout كويس وممكن نطبعه مهو الا pv table برضو ممكن نطبع وممكن اني بعته الحد نحطه على powerpoint او pdf او اي حاجة فانا مش عايز الزراير دي تظهر اللي هي بقدر احسن احسن ال category و احسن و احسن منها كمان هنا في filter buttons دي انا برضو مش عايز هتظهر يمكن برضو مش عايز اما بعته الحد يقعد يقال لك انا عايز بس يشوف report زي ما هو فعشان اعمل كده هاعمل ايه هروح على pivot table analyze وفوق عليمين هتلاقي حاجة اسمها show شايف الزراير الحتة section اسمه show ده فممكن من هنا plus and minus buttons دي لو دست عليها هي by default ظاهرة لو دست عليها هتلاقي ها خلاص اختفت و field headers لو دست عليها هتلاقي ها اختفت فreport شكله ممكن يبقى احسن في الطباعة او لو بعدت الحد او لو حطيت على powerpoint او حاجة او فدي برضو حاجة لان ساعات الناس بيبقى متضايقة من layout بتاع pivot table عشان كده بيشتغلش به فدي برضو حاجة ممكن تساعدك ان تطلع layout شكله افضل شوية الحاجة الاخيرة الautofit column width ده نفس ال report تعال برضو نكبر الدنيا شوية ده تقريبا نفس ال report هو هو بس انا موسع يعني اخترت كده columns واتحكمت في الوسع بتاعها عشان عايز يبقى مثلا واخد الصفحة مثلا landscape او حاجة زي كتب وبعدين جيت عملت refresh هتلاقي هو الواحد بيرجعك على الوضع ال default ده مش default هو بيزبط الوسع بتاع ال column حسب ال detail الموجودة بشكل automatic لو انت عايز تلغي الموضوع ده عشان انت مزبط layout معين هتروح على pivot table analyze الحتة العشمال اللي فيها pivot table name تحتية حي اسمها options لو اخترتها حتلاح اسمها layout and format وحتيت اسمها autofit column width on update تمام فمثلا فادي من layout ده pivot table options حاجة اسمها layout and format حاجة اسمها autofit column width on update تعمل لها بس uncheck وبعد كده تنزل تحت وتقول له اوكي خلاص انت كده في الحالة دي لو عملت اي refresh بتاع نرجع انه الساعة تاني الواسعة تاع ال column زي ما احنا عايزين كده كبير قوي وليكن كده مثلا واعمل right click وقول له refresh مش هيحصل اي تغيير ولو عملت اي تعديل في data هيفضل بس طبعا لازم تاخد بالك لانه لو data كبير قوي هتبقى مش ظهرة ولازم انت تزبطها بشكل يدوي فدول كانوا اربعة tips and tricks سراع عشان كنا نعايزين نقفل بهم موضوع pivot table نبقى تقريبا كده اخدناه بشكل مكسف واخدنا كل الابعاد الضرورية او المهمة اللي موجودة فيه